موسيقى مشاهدينا ومشاهدي كرمة في كل العالم أهلا بكم والقناة المتجدد مع ماورا الأحداث وحلقة النهاردة الأربع 4 أكتوبر 2017 طبعا اقترابنا جدا من ذكرى السادس من أكتوبر وانتصارات أكتوبر وروح أكتوبر المجيد وطبعا في بعض الفعاليات اللي تمت من نسبة للاحتفال أو بداية الاحتفال والمظاهر الأكتوبر الرئيس النهاردة وضع الظهور على قبر الجندي المجهول كان فيه كلمة للشعب المصري هنقول برضو أهم ما جاء فيها إن شاء الله في النصف الثاني من حلقتنا كل سنة وحضراتكم طيبين هنبدأ ببعض الأخبار الإبطية السريعة وبالطبع طبعا هقول لحضراتكم النهاردة حاجات جديدة كتير في الموضوع الخاص بمنافس هجوم لاس فيجاس طبعا ما زال الأمر غامض ولكن في اكتشافات خطيرة وأسلحة خطيرة وأمور جدت طبعا من الحلقة اللي فاتت للنهاردة هنعرضها على حضراتكم وعندنا برضو أمور سياسية مهمة جدا على مستوى برضو الشرق الأوسط والعالمي في بداية الموضوع بالنسبة للأحداث المسيحيين في مصر فكان فيه الرسالة زي ما أنا قلت لحضراتكم الحلقة اللي فاتت لقينا صديق لمجند اسمه صلاح بيقول لنا يا جماعة من فضلكم اللي ده زميلي ومات في الجيش وما قالوش لأهله ايه الموضوع فعلا ده اللي حصل في الأول لما جي الخبر الوفاة ما كانوش عارفين ايه سبب الوفاة وما كانوش عارفين ان فيه مجند تاني المجند اللي كانوا بيحكوا عنه هو المجند صلاح من أسيوت كان محدش عارف اتوفى ليه بعد كده ظهرت الأمور بسرعة بان هو كان بيعمل عمل بطولي هو كان صاحبه مجند تاني ملمينيا كان رايح يعوم ويعني بدأ يرسل استغاثة ان هو هيغرق حاول ان هو ينقذه غرق معاه والاتنين غرقه ده اللي وضح بعد كده من خلال بعد ما حطينا البوست وبعد ما اول حاجة خلص كنا حطناها كانت الرسالة الصديق اللي هو كان بيقول ان هو صلاح المجند الابتي صلاح انتباه اسمه صلاح انتباه كان بيقول عنه ان هو داخل وحدته بالجيش في أسوان توفى في ظروف غمضة ده كان أول موضوع وفعلا لما بعد كده حصل وضحت الحقيقة أهل هناك المنطقة الشمية قرية الشمية ساحل سليم هو محافظة أسيوت مركز ساحل سليم قرية الشمية واتقال ان هو طبعا يعني هو سند والدته عرفنا بعد كده انه الموضوع فعلا في الاول ما كانش واضح اي سبب الوفاة بعد كده اتعرف وبالفعل كان فيه خدمة لعازر لدفن الموتة منتواصل معينا الحقيقة وشكرا جدا أستاذ رقفة فؤاد علشان يوضح لنا برضو الأمور بانه بالفعل ما فيش اي شبهة جنائية بالمرة لا بالنسبة للتنين الاتنين هم صلاح والتاني طبعا زي ما بقول لحضراتكم هو هاني سمير هاني سمير من المينيا وتم تشيع يعني تمت فعلا صلاة الجنازة على الاتنين وكله كان الاتنين كانوا جسامينهم راحت في أسوان وكان المشرف على خدمة التكفين للجسامين وغسلها والكلام ده كله كان خدمة لعازر لدفن الموتة وكان متواجد كمان مفتش الصحة وكان كل ده وكشفوا على الجسامين فبالتالي الخبر المؤكد دلوقتي انه ما فيش اي شبهة جنائية في عندنا يمكن ما عرفش اذا كان فيه باقي الصور في شهادة الوفاة بتاعت الاتنين في آخر الصور خالص كان في البوست اللي احنا كنا حطينه على على الفيسبوك كان برضو فيه على صفحتنا معاكز ملنا كل الصور كان فيه صور للاخيرة الكام صورة الاخرانيين دول هاني عشان برضو نبقى عرضنا على المشاهدين وطبعا بنعزي قسرة صلاح وقسرة هاني الاتنين اللي كانوا مجندين في احدى يعني وحدات التجنيد في أسوان واللي تقال ان هما فعلا كانوا خارجين او يعني هو كان هاني هاني اللي كان نزل بحيرة ناصر او النيل يعني احنا كنا برضو هنحاول نفهم اكتر من رقفة بنحاول نكلمه مش بيرد علينا لكن عموما اهم حاجة في الموضوع توضيح انه ما فيش اي شبهة جنائية للأسف كان سبب الوفاء الغرق والغرق انه هاني سمير نزل البحيرة وبعدين حاول يعني كان يعني اتعرض انه هيغرق شاور بيده لصلاح عشان يستنجد به صلاح حاول ينزله عشان ينقزه والاتنين غرقه مع بعض يعني نيحن لروحهما ويعني بنقول فعلا لأسرهم يعني عزاء عزاء من القلب وخصوصا كمان أسرة صلاح الحياة بقول لحضراتكم بعد كده عرفت انه الاسرة على قدها جدا وفيه امور ليها علاقة برضه باخواته البنات وهو ليه اخ واحد ولد وده الشهيد هاني سمير زي ما بقول لكم وبرضه هنا ده كان صديق لهاني برضه بيتساءل انه ازاي سابوا الوحدة وراحوا البحيرة زي ما بيقولوا يعني طبعا في الحالات اللي ازاي دي اي حد بيليه صديق بيكون راح في عمر صغير كده هما في العشرينات بيبقى طبعا متقلم وزعلان واخدين بقى لحضراتكم انا حبيت ان انا اعمل الرسائل دي عشان بس كان فيه جوم شديد على الصفحة انتو بتنشروا مش عارف ايه جماعة احنا لما بتجيلنا رسائل بنحاول ان احنا حتى لما بنعرض الرسالة عن طريق تعليقاتكم بيباني الامور فاحنا الرسالة زي ما بتجيلنا بنحطها بالزبط ما بنعملش فيها اي حاجة انه الرسالة كده لكن عموما من هنا ورايح هنفهم حضراتكم ان دي رسالة جات لنا بتقول كذا كذا يعني هيبقى طريقة العرض هنحاول نعرض بهذا الشكل عشان ما يتقلش احنا بنروج لشيء معين هي رسائل بتجيلنا واحنا طبعا ليه برضو بالحكاية كتير برضو من التعليقات كانوا بيقولوا كده احنا للأسف الشديد في الفترة اللي فاتت كان فيه حالات كتير من وفاة مسيحيين مجندين في الوحدات التجنيد الخاصة بيهم ويقولوا الاهلهم انتحروا اعظني يعني المواضيع دي معروفة وبرضو جوزيف في الاخر لما قالوا لأهلهم ان انتحر واتضح انها شبهة جنائية فبالتالي احنا لما بيجينا حاجة زي كده على طول كله كله كلنا بنقول ايه اللي بيحصل بقى كل شوية مجند بيحصل له حاجة في الكتيبة او في الوحدة بتاعته فعشان كده بتبقى الفكرة دي هي اللي موجودة على طوله اللي بتطلع للسطح بسرعة نتيجة الخبرة في احداث كتيرة ولكن طبعا احنا زي ما قلت لحضراتكم لازم يعني بنحب ان احنا نتأكد والحمد لله معنا ومع حضراتكم الاستاذ رقفة فؤاد خادم بمترانية اسوان اهلا بيك استاذ رقفة وشكرا جزيلا لحضرتك على التوضيح اهلا بحضرتك يا ركتورة اهلا بحضرتك طيب امتى يعني حضرتك كانت الغرق امتى بالضبط وازاي اتأكدتوا فعلا انه الموضوع كان ما فيوش اي شبهة جنائية حتى خالص وانه ده غرق فعلا بالنسبة لصلاح وهاني اتفضل هوضح لحضرتك الحوار من البداية هو في الصباح يوم الحد الساعة سبعة صباحا تمام اه جالي تليفون من قيادة في الجيش من مدينة ابو سيمبل دي تبقى عن مدينة اسوان متين وتمانين كيلو امم اللي فيها بحيرة ناصر اللي تم فيها الغرق تمام احنا عدينا اتنين مجندين اه يعني توفوا وكده نتيجة غرقهم وكده وانا على اساس مسؤول عن خدمة في الاعاظة اللي دفن الموتى في اسوان هعمليني الخدمة لمنذ كام سنة معروف يعني كل حالات الحوادث حالات ميدي يعقوب الحالات دي بيتصلوا بينا بيقول لي حضرتك تيجي ابو سيمبل يعني وجهز الحالات دي وكده يعني قلت له لا حضرتك انا ما ينفعش اروح ابو سيمبل مشوار بانتين وثمانين كيلو واحنا مجمعا من الشباب يقلت الحالات تبقى عندي في اسوان وانا تحت الامر الكنيسة يعني تحت الامر ما فيش مشكلة يعني قال لي خلص نخلص اجراءات الورق وانتابع معاك وكده وكان فيه كاهن هناك في مدينة ابو سيمبل اللي هو ابونا رويس وانا كنت اخذ رأيي ابونا اللي هو مسكر خدمة ابونا داود حاليم فاسوان على الموضوع حكيته التفاصيل وكده كنا تابعين القصة التلفونية من ابو سيمبل يعني تمام وتم نقل الجسامين بقيادة عسكرية في مساء يوم الاحد الساعة والواحدة مساء على مستشوى اسوان العسكري تمام ويجي مفتش السحة اللي هو منوط ان يكشف على الحلاء دي ويشوف اسكان فيه شوها جنائية ولا او تتحول لطب شرق او لا وكان مجموعة كان معايا مجموعة من 15 ولد من شباب الخدمة اللي هي خدمة العازر منتظرين اهل المتوفي اللي هو المجند هاني صلاح هاني سمير وهيد من دول وصلوا من المينيا في تمام الساعة والواحدة مثلا يعني انتوا وقفتوا الاجراءات كان في انتظار اسرة المجند هاني يعني كان طبعا اسرة صلاح انتباه معيكو وهاني المجند التاني كنتوا في انتظار ايه تفضل عفوا يا دكتورة اسرة صلاح رجعت ما ما كملتش على اسوان اللي جات وصلت عندي في اسوان اسرة المجند هاني سمير وهيد بتاع المينيا تمام ايه طبعا انا قلت للقيادة العسكرية انا مش هقدر اكفن او اغسل غير في وجود اهل المتوفي يشوفوا الجسة عشان يتأكدوا يعني كان برضو حضرتك حريص عشان التأكد من انه الوفاء نتيجة للغرق اه بص يا دكتور احنا خدمة العزر دي منذ ممكن اربع سنين ابونا داود حليمة عاملها ومرت علينا الحاجات دي كتير يعني ايه اه مجند توفى اثر اه طنضيف سلاح ومجند غرقان فهما عدت علينا الحاجات دي وبنعرفها يعني تمام كده تمام وابس كان في برضو حالات فيها شبهة مش كده ولا ايه يعني من حالات المجندين انه البعض اللي كانوا بيقولوا انتحروا برضو كانت يعني احنا شفنا الفترة اللي فاتت والسنين اللي فاتت برضو فمعرفش كان عندكو في اسوان حاجة زي دي ولا دول كانوا في اماكن تاني ايه دكتور امونا كان في حالة عندي من كام سنة ويعني حتى مفاتش الصحة كان امر بالطب الشرعي بتشريح الجسة لان كان فيه موادر حاجة اوه فهم حاجة مش طبيعية يعني تمام لكن تفاصيل تقارير الطب الشرعي يعني قصة تنتهي عند التكفين والتكسير وتسليم الأهل المتوفي معرفش التفاصيل استنزنتي كان دكتور الصحة مفاتش الصحة لما نزلنا مع القيادة العسكرية في المكان الموجود في الجسامين اللي هي التلاجة ان انا اكون متواجد معها دكتور الصحة إنسان زو وعلى علاقة طيبة بينا عشان الكنيسة وباستمرار الخدمة شغالة معاه أمر من القيادة أن أنا أكون متواجد معاه أثناء الكشفة على الجسامين تمام وشهادة حق الجسامين ما فيها وحضرتك بعتلنا شهادات الوفاء الاتنين شهادة الوفاء الخاصة بهاني سمير وشهادة الوفاء الخاصة بصلاح انتباهه أيضا أه وسلمتهم لزاويهم من مبارح بالليل كمان في المينة وأسيوط تمام احنا يعني اتصد وانزلت مع مفتش الصحة مكان ما موجود الجسامين وجعد يكشفه والراجل للأمانة يعني جعدنا فترة فترة يعني هو وحنا نشوف الجسمان من كل النواحي حالات الغرق يا دكتورة مونة بيبقى حتى طبقيا وانا قلت قلت العم تامير اللي هو والد هاني اتصل بأي دكتور عنديكم في المينة واسألوا حالات الغرق بيحصل فيها انفجار الرئة ايو لأنها في الشبع المية بتنفجر الرئة ويقادي ذلك إلى نزيف دم من الفم يعني يعني اي حالة الغرقان اللي بيشرب مية الرئة بتنفجر قلت العم سمير الدم اللي نازم من بوجه ده دم من مية ده نتيجة الغرق يا عم سمير ايو وكان متواجد معي أثناء تجهيز ابنه كاملة ويجاعد يشوفه كل حتة بجسمه أصار تعذيب أصار أي حاجة لكن للأمانة طب انت قلت لي أن أسرة صلاح كانوا مشوا لأسيوت يعني كانوا وشافوا الجثمان وتأكدوا أنه وفانة يجيت غرق ومشوا ولا كان إيه اللي حصل أسرة صلاح أنا جعلت أتواصل مع أسرة صلاح وأسرة هاني تلفونيا وجبت أرقام عن مثل الكنائس وكلمت الناس اللي وصلوني بأسرة صلاح والناس اللي وصلوني بأسرة هاني عشان أبلغهم الخبر جاب للقيادة العسكرية تمام تمام تحركت أسرة هاني وكلموني قالولي إحنا عالطريه وجايد لحضرتك وكده وأنا كنت منتظر ومجموعة الشباب بتوع الخدمة اللي قلت لحضرتك عليها تمام كده أسرة صلاح تحركوا وجاء لهم تلفون هلولهم بدا لما تتعبوا ويجيبوا المشوار إحنا هننقل الجثمان على طيارة حربية بكنا الصبح حلوة يعني تنقل الجثمان على الطيارة الحربية لمسكت رأسه القرية الشمية ساحل سليم أسيوت قرية الشمية بيها ساحل سليم تمام تمام الجثمان هاني كان القيادة العسكرية بتقول لي يعني الاثنين جثمين ناخدهم في الطيارة الحربية قلت له لا دول جايين بعربية مكروباس ويحبوا ياخذ الجثمان بتاعهم معاهم تمام الطيارة الحربية تأخرت وصلت بدري لا نازي برضو احنا الصعيدة عايزين ياخذ الجثة بتاعتهم معاهم هم اللو ماشيين والناس تفهموا الوضع واتفقنا مع العربية وتم التكفين وتقسيل الجثتين في وقت واحد وديش هادت حاجي يعني لا تمام انا بنشكرك جدا وكنت حريص انك حتى ترد على التعليقات والامور دي كلها وبتبقى طبعا في فرق توقيت ما بيننا وما بين مصر على بالما البوست بيتحط وانا زا كنت بدخل وبشوف البوست ده وتعليقاته ووضح الدنيا فالحمد لله تدركنا بشكرك يعني فعلا لمجهودك معنا وانك كنت حريص انك فعلا تبين الحق وشهادة حق انه كان سبب الوفاة الغرق نعم يا سيد دعيني يا دكتورة مونة قيادة العسكرية كانت ناس ومنتهزوا ومتعاطفين ومتعاطفين وانا احنا في مدينة أسوان مدينة أسوان دي تحت رعاية سيدنا الأنبا هدرة مطران أسوان مدينة أمينة وفيها سلام في رب كل مدن مصري رب ومحافظات صحيح صحيح وانا بشكر حضرتك لاهتمامك وصلاوات حضرتك من أجل خدمة العازر وكان حضرتك ربنا يوفاك كنتوا بعدتولي فعلا عشان ننشره وده اللي انا بقوله المشاهدين وبأكد لكل رواد الصفحة ان احنا بنهتم بالرسائل وحاجات كتير من اللي بتجينا في الرسائل بننشرها لحضرتكم وبالطريقة دي عشان برضو حق يرجع علشان خاطر انه يكون فيه خبر مثلا حتى لو فيه حاجة صحيحة اهو بنقرأ كل التعليقات علشان نصحح الأمور فأنا بشكركم جدا بجد وبشكر كل اللي يعني اللي معانا على الصفحة بالنسبة للمتابعة وبنشكر خدمة العازر وربنا يا رب يوفقك يا سيد رقفة وبشكر حضرتك شكرا جزيلا لكل هذه الاضحات وفي النهاية مشاهدينا يعني بنعزي قسر صلاح وقسرة صلاح انتباه وقسرة هاني سمير والوفاة كانت نتيجة غرق وطبعا صلاح كان موقف بطولي جدا انه كان عايز ينقذ صاحبه ولكن اردت ربنا وده وقته الحال اللي وصلني برضو ان احنا عايزين نصلي كتير قوي من اجل والدة صلاح وقسرته انه فعلا هم ناس يعني ده اللي تقلينا انه هم ناس غلابة صلاح ده كان السند لان اتكتب برضو وحيد او هو ما كانش مقصود بيها وحيد هو انه هو يعني الوحيد اللي هو راعي الاسرة اخوه يظهر معرفش بسافر ولا فين او يعني في حاجة اخواته البنات بالرغم منهم كانوا متجوزين لكن متجوزين يعني لكن في ظروف ممودين في بيت الوالدة فالصلاح هو اللي كان بيراعي الاسرة كلها اللي بتتكون من امه واخواته لتلت بنات وفعلا دلوقتي فعلا لكل عائل هم الاسرة دي والام ربنا يكون معاها وبنصلي من اجلها والاب متوفي فيعني ربنا يسند الاسرة وزي ما قلت لحضراتكم ان دي كانت من خلال برضو التواصل معنا انه يعني ربنا يعينهم اسرة دلوقتي الام وبناتها والابن التاني اخو صلاح يعني ما لهمش دلوقتي يعني سند زي ما بيقولوا لكن ربنا هيكون سندهم ان شاء الله دي اهم حاجة كنا حابين نوضحها لحضراتكم وربنا يعزي الجميع بالنسبة بقى لبعض الامور السريعة كده البابا توادرس وبعض التصريحات وبعض الامور اللي قام بيها قدسة البابا توادرس البابا توادرس يفعل خطوة جديدة في مواجهة البدع والهرتقات فعلى قدسة البابا توادرس الثاني بابا الاسكندرية وبترارك الكرازا الموركوسية خطوة جديدة في خطة الكنيسة الابطية الارثيزوكسية للقضاء على الافكار الغريبة وما أطلق عليه البدع والهرتقات ده الشنة قدسة البابا مركز متكامل للعقيدة المسيحية في منطقة المعادي لتصبح بذلك المعادي هي ثاني قلعة للمعاهد الكنيسية بعد أنحضت بوجود معهد المشهورة النفسية وكذلك أكبر مركز لتدريس دورات الزواج الإجبارية يعني نتمنى لهم كل التوفيق لكل هذه المراكز اللي فتوتيحت في المعادي أيضا البابا توادرس افتتح العام الدراسي الجديد بالكلية الإكلريكية وده كان صباح أمس وحضر الاحتفال نيافة الأنبا مقار أسكف الشرقية والعشر من رمضان الذي تم تكليفه حديثا بوكالة الكلية لجانب أعضاء هاي التدريس وطلبة الكلية الإكلريكية ده كان برضو ملحجات لفعليات المهمة بالنسبة للكلية الإكلريكية كل سنة وهم طيبين وكلنا طيبين أيضا مؤتمر لكهنة شمال شرق أمريكا تحت عنوان تحديات تواجه الكهن في خدمته كان في مركز لوجوس الباباوي بدير القديس الأنباب شوي بوادي النترون تم فيه افتتاح هذا المؤتمر مؤتمر كهنة شمال شرق أمريكا تحت عنوان تحديات واجه الكهن في خدمته المؤتمر كان برعاية صاحبية نيافة الأنبا ديفيد أسكو في نيورك والأنبا كراس الأسكو في العام والنائب الباباوي بشمال أمريكا افتتح قدسة البابا أيضا كان المؤتمر بمحاضرة حملت عنوان الكنيسة الكبتية الأورسزوكسية الماضي والحاضر والمستقبل وكان برضو فيه أعمال المؤتمر يعني تستمر المدة 3 أيام بحضور 40 كهن و3 دايكونين وكان برضو فيه 7 من زوجات الكهنة حيث من المقرر أنه يحاضر لفيف من الأباء المطارنة والأساقفة والكهنة في هذا المؤتمر ودي كانت برضو من الحاجات الجميلة فيه كمان إدارة الوقت كانت من ضمن الموضوعات اللي تم تناولها في هذا المؤتمر نيافة الأنبة بخوميوس متران البحيرة ومطروحه الخمس مدن الغربية ألقى محاضرة في هذا المؤتمر مؤتمر كهنة شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية موضوع المحاضرة كان حول أهمية ومهارات إدارة الوقت يعني شايفين الكهنة وشكلهم جميل وطبعا يعني الأساقفة كمان اللي كانوا حاضرين معاهم زي ما قلنا لسه بنقول نيافة الأنبة بخوميوس والكلمة التي ألقاها والمؤتمر بنفكر حضراتكم تحديات واجه الكهنة في خدمته ربنا يبارك في خدمة كل الكهنة يا رب وتكون فعلا في صالح الشعب الكتير للأسف مع الزمن اللي احنا فيه ده في مشاكل كتير يعني ربنا كده يعني يكون في نتائج واسمار مباركة لهذا المؤتمر نروح بقى أيضا كان فيه شوية حاجات كده عارفين بعد قليم كردستان والكلام ده وكان فيه يعني القص ناجي يوسف كان قال أنه طب ليه ما نعملش استفتاء على دولة الأقباط طبعا الموضوع ده يمكن بيواجه رفض من كثيرين وعلى رأسهم رئيس الطائفة الإنجلية بمصر قال دكتور القص أندريا زاكي حيأكد وقال أنه هو بيرفض الدعوة اللي أطلقها الدكتور القص ناجي يوسف لإجراء استفتاء على إقامة دولة للأقباط في مصر على غرار الاستفتاء الكردي على فكرة استفتاء الكردي هسه مش عارفين هيروح لغاية فين وشفته الحصار اللي اتعمل وفي نفس الوقت أن مصر دول هنا مجموعة الأكراد ليهم أماكن كمان ومعروفة لكن أنت المسيحيين في مصر منتشرين في كل مصر وفكرة دولة للأقباط دي يمكن بس فكرة كان يعني ممكن يكون مقصود بها حاجة لكن صعب جدا تطبيقها يعني فالدكتور القص أندريا زاكي كان بيأكد على رفض دولة دولة للأقباط وكان فيه برضو ردود فعل كده على مواقع التواصل الاجتماعي مش هنوقف عندها كتير أهم خبر بالفعل حصل من مبارح والنهار ده وكلام كتير هو موضوع أن البابا فرانسيس اعتمد مصار العائلة المقدسة بمصر ضمن الحج المسيحي طبعا برضو كان فيه ردود فعل قالت لك يعني أن احنا دلوقتي لو احنا زرنا مصار العائلة المقدسة يتقال علينا الحج الحجاج يعني طبعا أو المقدسين فالحقيقة هو فعلا يا جماعة مصر بتحزى بركة كبيرة جدا بركة أنه المسيح زار مصر وأنه كانت العدرة مريم ويوسف النجار وفعلا الأماكن اللي زاروها في مصر دي فعلا بركة كبيرة والحقيقة يعني تحية للبابا فرانسيس بأنه صباح اليوم النهاردة شارك يحيى راشد وزير السياحة على رأس وفد مصري رسمي رفيع المستوى في الكداس اللي أقاموا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان البابا فرانسيس بارك خلال هذا القداس أيكونة رحلة العائلة المقدسة في مصر ألقى البابا فرانسيس كلمة للحاضرين الناطقين باللغة العربية رحب خلالها بالحضور وخاصة بالوفد المصري المشارك في حضور القداس لمباركة الأيكونة الخاصة برحلة العائلة المقدسة والتي قدمت إلى أرض مصر للفرار من باتش وظلم الملك هيرودس أشار البابا فرانسيس فيك كلمته أنه يتذكر بمودة الزيارة الرسولية الأرض مصر الطيبة وشعبها الكريم أشاد البابا فرانسيس بأرض مصر والأرض اللي وصفها بأنها الأرض المباركة عبر العصور بدم الشهداء والأبرار السمين والتي عاش فوقها القديس يوسف والعدرة مريم والطفل يسوع والكثير من الأنباية حقيقي فعلا مبارك شعب مصر بركة كبيرة لمصر وده اللي احنا يعني فعلا زي ما بنقول بنأكد عليه وكنا برضو قلنا كتير حتى البابا تودرس في كل زياراته كان بيأكد على وبيدي الهدايا لكل المسؤولين في الأماكن اللي زارها سواء في اليابان أو أستراليا أو في أي مكان كونة العائلة المقدسة وبيتكلم قد إن فعلا مصر أخذت بركة كبيرة بزيارة العائلة المقدسة اختتم البابا فرانسيس كلمته ببعض العبارات اللي أكد خلالها أن مصر هي أرض التعايش والضيافة أرض اللقاء والتاريخ والحضارة من جانبه يحيى راشد وزير السياحة أكد أهمية هذا الحدث حقيقي حدث هام يا جماعة جدا وأعرب يحيى راشد وزير السياحة عن ساعته البلغة مسمنا مباركة البابا الفاتيكان لأيكونة رحلة العائلة المقدسة للمرة الأولى وطبعا ده عشان فعلا ما يمثله الفاتيكان من مكانه ككيان روحي هام للمسيحيين حول العالم وخاصة بالنسبة طبعا للمذهب الكاثوليكي أشار راشد إلى أن إدراج مسار العائلة المقدسة على خريطة السياحة المصرية يصب في صالح الترويج لنمط السياحة الدينية ودي يمكن اللي كانوا بيتكلموا عنها وكان فيه برضو حاجة للأزهر عن موضوع في شمال سيناء عن السياحة الدينية يعني يا جماعة فعلا دي سياحة مهمة جدا ولازم فعلا مصر تستغل ده نفسنا قوي قوي استغلال منطقة الزيتون اللي ظهرت فيها العدرة برضو دي هتبقى برضو فرق كبير يعني يا رب إن شاء الله تكون الفترة اللي جاية كان قبل كده فيه مشاريع كتير علشان الأماكن اللي زي كده عشان منطقة الزيتون بزدات اللي ظهرت فيها العدرة سنة 68 فالحقيقة يعني الحاجات دي لو في العالم كنيسة صغيرة تمثال صغير بيحصل بيعملوا مزار وبيكون فيه جذب فعلا للسياحة الدينية بشكل كبير جدا فنتمنى إنه يعني حلو قوي شايفين اهتمام رائع بالسياحة الدينية خطوة بنشكر عليها جدا البابا فرانسيس وإنه إن شاء الله يعني تكون لها نتيجة برضو كويسة في الفترة اللي جاية والبابا كان التقى بعد القداس بوزير السياحة وكمان كان فيه لقاء لوزير السياحة مع مسؤولي مؤسسة الحج في الفاتيكان لبحث ألية الاعتماد الألية يعني لاعتماد مصر العائلة المقدسة لمصر يعني هتمشي ازاي هيبقى الترويج لها ازاي هيتكتب ازاي كل دي برضو كانت أمور مهمة بنعتبرها زي ما قلت لحضراتكم من الأخبار الهامة جدا جدا يعني واحتفالية جميلة وقداس جميل وبتمنى بقى كنسة العادرة الزتون تكون في الخطة اللي جاية بالنسبة يعني لو وزير السياحة أو الكنيسة بالتعاون مع الكنيسة اللي قبطة الورسيزوكسية في مصر دي برضو هتكون حاجة من الحاجات الجميلة جدا دي كده كانت يعني أهم الأحداث اللي معانا بالنسبة للأحداث المسيحية هندخل بعد كده بقى زي ما قلت لحضراتكم النهاردة هنقول لكم حاجات كتيرة خالص من اللي حصلت من خلالها نمتبع على فكرة الميديا والإعلام الأمريكي علشان نحاول نقول لكم كل حاجة بدقة بالنسبة لحادث لاس فيجاس شرطة لاس فيجاس يعني بتقول لازالت دافع وراء إطلاق النار مجهول ولكن شرطة لاس فيجاس أعلنت بأنه هذا المتهم أو هذا منفذ هذا الهجوم بالفعل خطت بشكل وبعناية جيدة جدا لهذا الحادث ده طبعا اتضح من دخول الأوضة اتضح من حاجات كتير اللي بتشوفوه قدام حضراتكم ده دلوقتي ده فيديو كان منزلينه من شرطة لاس فيجاس بيوروا إزاي إن هم كانوا بيحاولوا إن هم يشوفوا مصدر الرصاص وهفهمكم ليه دلوقتي مصدر الرصاص ده كان ما كانش حد عارفوا ليه كان صعب ليه ليه خدوا من الساعة 10 و 8 دقايق علشان يدخلوا للأوضة بتاعت المنفذ الهجوم 11 و 3 تقريبا يعني 72 دقيقة خدوها علشان في الوقت اللي دخلوا فيه أوضة المهاجم ليه أخدوا الوقت ده عايزاكوا ستسمعوا بس هنا وهو إطلاق النيران وإزاي إن الشرطة بيحاولوا يقولوا للناس إبعدوا ده ما كان فيه إطلاق نيران وإن هم بيحاولوا يشوفوا عايزين يروحوا يشوفوا مصدر الإطلاق ده جاي مني اشتركوا في القناة كمان الفيديو المهم قوي قوي اللي تعرض هو الحقيقة كان تقرير طبعا إحنا الشرطة كانت كل شوية بيعملوا اللي هي المؤتمرات الصحفية علشان يدوا التطورات الجديدة في الموضوع الموضوع طبعا كان الكشف على الأسلحة اللي كانت مع الإرهابي سواء كانت في قطه أو الأسلحة اللي لقوها في بيته لكن أنا ده وقفت عند الشرح ده لأنه شرح مهم جدا جدا بيوري لحضراتكم بالرسمة هو أنا مش عارفة حضراتكم دلوقتي خدتوا بالكم ولا لأ أنه مندلي باي ده القتل الفندق اللي كان واقف فيه بيطلق النيران ده على النحية التانية تعدي الشارع من المكان اللي كان فيه الحفل الموسيقي هيوضحه هنا هو معلش بيتكلم باللغة الإنجليزية طبعا وده كان مستي إن إن لكن هحاول على قد ما أقدر أفهمكو طبعا هو بيشرح هنا أدي الماندلي باي القتل وأدي أنتوا شايفين هو فين شايفين الزاوية دي كلها 500 يارد أنا مش عارفة دي كم بالمتر لكن شايفين الموضوع الإطلاق كان منين لغاية الحفلة فين يعني ده ده ما كانش عشان كده الناس بكادش عارفة وهو حتى بيقول لك بيقول لك إنه هو طبيعي إن الناس عمرها ما تتوقع إن ده جاي من فوق الناس لما تيجي إطلاق نار بتبص حواليها وده اللي حصل مع كل الناس اللي كانت بتهرب بتبص حواليها هو فين الإطلاق النار ده لكن إطلاق النار كان من الدور الـ 32 من القوضة دي البعد اللي كان الزاوية دي اللي انتوا بالأبيض اللي انتوا شايفينها دي 500 يارد تخيلوا بقى ان الموضوع يعني بصوا بيطلق النار من فين لفين الفيديو ده بيهتم قوي بالتوقيت يعني من ساعة بداية الحدثة ما حصلت كانت 10 و 8 دقائق خلينا يعني أسمع صوته شوية ونحاول نترجمه يعني صوته اللي بيقولوا كده انه الزاوية دي طبيعة الأسلحة اللي كان بيستخدمها مكنته من أنه هو فعلا يضرب عدد كبير بيدرب من مكان محدش يتوقعوا الناس كلها هتبتبص حواليها علشان تشوف الاطلاق النار جاي منين هو بيحاول برضو يفسر ليه الوقت احنا هنا بديتكلم على الوقت من ساعة الحدث لغاية ما الشرطة دخلت قوضة المنفذ الهجوم فأدي عشرة و تمانية بداية أول اطلاق نار اللي في الأول فكروا فرقعات فكروا حاجات اللي اسمها فاير ووركس حاجات زي كده هنا بدأوا يعرفوا الشرطة بدأت 19 و 3 العشرة 24 تقريبا توصل للأوتيل يعني عرفت دلوقتي هي عرفت أنه من الأوتيل لكن لسه على بال ما توصل بقى للأوتيل شوفوا هتاخد قديم وهو الركز واوي على الوقت ده فبيقول لك كده احنا من الساعة 10 لغاية إمتى هيكونوا دخلوا الأودة أودة المنفذ الهجوم طبعا كان فيه اتصالات واستغاثات بتتكلم ولغاية ما واحد من البوليس من اللي هي الفوات دي دي اللي هي زي زي الفرقة الفرقة اللي هي مميزة اللي في الحالات اللي زي كده قوات خاصة اسمها قوات خاصة يعني هنا في الولايات المتحدة الأمريكية هو بيأكد تاني نخلوا بالكم من الساعة عشرين أو عشرين أول محاولة دخول الأودة يا جماعة ساعة داشر عشرين يعني أنت بتتكلم فعلا على 72 دقيقة من الساعة 10 و10 دقائق لو قلنا مجازا 10 و8 دقائق لغاية ما دخلوا الأودة استغرق ده 72 دقائق دقائق وبرضو لغاية دلوقتي في حاجات من 10 و8 دقائق لغاية ما دخلوا الأودة ولقوا المنافذ ميت أخذ ساعة و12 دقائق يعني 72 دقائق دقيقة 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 أول دخول زي ما اتفقنا كان الساعة 11 و20 دقيقة مساء دخلت القوات الخاصة إلى حجرة المنفذ اللي هو ستيف بادك ستيفن بادك ولقوا ودي الجزء ده اللي انتوا شايفينه قدام حضراتكم ده ده الجزء من طبعا هو بعد ما انتحر ورمى نفسه على الأرض هتشوفوا دلوقتي علامة حمرة هتلاقوها على حاجة على الترابيزة الترابيزة دي بيقولوا ان عليها نوت عليها حاجة مكتوبة ومحدش قال من المحققين ايه النوت اللي مكتوبة هنا الولقة دي فيها ايه جنبيها تيب جنبيها تيب وجنبيها ألم ايه ده كله بيتساءل ايه ده الحاجة اللي اكتشفوها طبعا مشاهدينا بعد ما دخلوا القوضة كمان غير انه هو مرمي على الأرض وانتحر وغير الأسلحة وكمل الأسلحة دلوقتي هقول لكم بالضبط الأسلحة دي عبارة عن ايه لقوا انه هو عنده كاميرات كاميرا بترصد البهو بتاع الفندق حاطت كاميرات وشاشات عنده بتبين له الفندق الناس وهي دخلة في الفندق علشان يشوف البوليس وهو داخل عنده كاميرا بتبين له كانت الطرقة بتاعت الاوتيل لغاية القوضة بتاعته وكان عنده كاميرا تاني جوه القوضة يعني كاميرا بتصوره هو جوه القوضة لغاية دلوقتي برضو ما قالوش طيب الفيديو تيب دي اللي هي الشرايط التسجيل الكاميرات دي فين ما تقالش لكن شايفين القوضة شايفين كامل أسلحة اللي مرمي على الأرض يمين وشمال فيه سلاحين منهم كان جايب منهم الحامل اللي هو الحامل اللي بيبقى سلاسي ده علشان خاطر ضقة التركيز كان فيه شاكوش زميلي شايفي الشاكوش اللي هو على الفوق هما معلموش عليه بالأحمر بس لأيوة ده الشاكوش ده يا جماعة الفنادق اللي زي كده والأدوار العالية اللي زي كده في كتير قوي من الفنادق بصوا كامل طلقات الرصاص اللي على الأرض الشاكوش ده ده استخدمه علشان يكسر الإزاز وكسر في القوضة القوضة اللي هي زي كده دي بتبقى زي يعني قوضة كبيرة قوي يعني زي شقة كده صغيرة القوضة اللي هي بتبقى قوضة خاصة كده في القوضة دي فهو فيه زاويتين لو تاخدوا بالكم لأن كان فيه ناس قاعدت تنشر الفيديوهات دي وتقولك لا ده كان معاه واحد تاني نو عشان فيه فتحتين في القوضة لا هو واحد هو الواحد وكان في القوضة وكان واضح انه كان محطت سلاح بالحامل في الحتة دي سلاح في الحامل في الحتة التانية بعد ما قسر الازاز وبدأ بقى وطبعا كان عنده فرصة انه كان بيعبي السلاح بتاعه كان بيعمل الزخيرة يعني بيحط الزخيرة في السلاح دي المشاهد اللي انتوا شايفينها دي كل لها وزي ما بقول لكم فيه اسئلة كتيرة عن انه محدش جاب سيرة الورقة اللي موجودة دي فيها ايه اسناء عرض الاسلحة والشكل ده خليني اقول له لحضراتكم بقى اللي كتبت ستيفن بادك لم يحول جناحه الى خندق رماية فقط بل الى استوديو وضع فيه كاميرا صورته وبيطلق الرصاص على ضحياء اضافة الى اتنين تصور اللي هو البهو اللي تحت باضافة الوحدة الترقة بتاعة القودة زي ما قلت لكم وكمان لما وجد ان انهايته اقتربت بعناصر فرقة الاسلحة اللي هي الاسلحة الخاصة والتكتيكات الخاصة اللي هي النصوات اللي راح انهى حياته بنفسه وسدد رصاصة داخل فمه وانتحر دقائق مرت على الصمت اللي ساد اقتحموا الجناح عليه بعد تفجير بابه بمجموعة زي ما انتوا شايفين الصور اللي كانت الباب دي ده تفجير الباب الصورة فيه الباب وعليه شريط الأصفر من الصور دي ده كان تفجير اللي هو القوات الخاصة قامت بالتفجير الباب علشان يعرفوا يدخلوا اللي هي تفجير بابه بعبوة خاصة عشان يقدروا يدخلوا وجدوا على الارض زي ما انتوا شايفين وطبعا بدأوا يبصوا بقى على الحاجات اللي موجودة كلها وانه لغاية انه يوصلوا طبعا كل هدفهم يحاولوا يوصلوا لقيه الدافع بتاعه علشان يقوم بهذا العمل بدك جمع اتنين واربعين سلاح آلي الاتنين واربعين دول جمعهم على فترة طبعا ما جمعهمش اكيد كلهم في فترة واحدة الاسلحة دي يعني بدأت بقى التقارير توضح لنا نوعية الاسلحة اللي استخدمها عندنا اربع بنادق المصنعة من آآ الاربع بنادق دي من نوع آآ آآ انجلس تايمز معلش انا يعني ما ما عنديش خبرة في البنادق دي فلو برضو بانتق حاجة يعني مش مزبوطة المهمة قالك مصنعة من مين يعني تتميز البندقية بانها تحوي كمامة فلاش قامع مما يجعل من الصعب معرفة من اين يتم اطلاق النيران يبقى ليه يا جماعة خدوا الوقت ده كله ما كانوش عارفين النار جاية منين السلاح اللي كان بيستخدمهم من الاسلحة اغلبية الاسلحة اللي كان بيستخدمها عليها ما يسمى ايه كمامة فلاش قامع يجعل من الصعب معرفة من اين يتم اطلاق النيران تكلفة البندقية الوحده 1900 دولار كان فيه كمان ثلاث بنادق F15 مصنوعة من F انا امريكا بتحوي برضو على كمامة فلاش قامع ونظام اتش العازلة مما يقلل من الارتداد ويزيد من الدقة وبتتروح في السعر من 1000 دولار ل2000 كمان كان عنده سلاح على الاقل من نوع بندقية هجومية روسية استخدمت من قبل الجيش في البلاد عام 1945 عشان كده كان فيه ناس اول حاجة قالك ده كان معاه اهي بصوا ده الاوضة هنا دي تفجير دعبوها خاص تفجروا بيها عشان دخلوا الاوضة ولما دخلوا الاوضة شايفيه رقم 19 هما طبعا لما دخلوا بيدخلوا الاوضة بيعملوا ارقام لكل حرز اللي هي الاحراز اللي زي بتسموها كده يعني يبحثوا كل حاجة موجودة في الاوضة وما بيتحركش حاجة من مكانها والقوات دي بتدخل وناس من اللي هي الطب الشرق يعني حاجات كتيرة جدا جدا المهم انه بعد كده القمبلة القمبلة اللي هي الحربية دي والعسكرية اللي هي الروسية استخدمت في الجيش من قبل الجيش في البلاد عام 1945 ولا تزال تستخدم من قبل الجيوش والجماعات المتمردة في جميع انحاء العالم تشتهر بساطتها وموثقيتها بيصل سعر الوحدة منها لستمائة دولار كل البنادق اللي كان بيستخدمها بنادق آلي كلها آلي كلها اللي هي زي ما انتوا سمعتوا انتوا كنتوا سمعنا في الفيديو طلقات الرصاص كل دي وكان مجهز طبعا 23 بالدقية كان في القوضة جماعة 23 بالدقية احسبها كده ان هو اصاب قتل 49 دي سطورة اللي هو بتاعته انه درب في بقه قتل الضحايا 59 عفوا والمصابين 527 59 ضحية قتلوا و 527 تخيل ان الناس دي علشان يحصل لها الاصابات دي كلها بهذا العدد كم طلقة كم طلقة كانت معا وكان وكان عنده فرصة ان هو كان بيشحن هو كل دمه مرائب مرائب الدنيا وعارف الوقت هو واضح جدا يعني انا مش عارف حكاية اللي بيقولوا عليه مختل عقليا دي انا مش قادرة اربط ما بين ازاي يكون في حد مختل عقليا يكون دقيق هذه الدقة الله اعلم هيبان لكن عموما انه دي كم الاسلحة كمان كان عنده سلح تاني اسمه قولت اي ار 15 بندقية دي اكتر شعبية في امريكا بنحو 8 مليون قطعة منها موجودة بتنتشر في المنازل في جميع انحاء البلاد الشرطة قالت انه تم العصور على 19 قطعة اخرى من الاسلحة في منزله الذي يصل سعره المنزل بتاعه يعني في منطقة اسمها نسكت دي السعر البيت 400 الف دولار كمان لقوا في البيت بتاعه متفجرات تانريت يعني مادة من المواد اللي هي بتستخدم في صنع اهداف متفجرة للتدريب وكمان لقوا اجهزة الكترونية وكل ده طبعا تحفزوا عليه علشان يفحصوه وعصرت الشرطة كمان على نترات الامونيوم في سيارة في السيارة بتاعة بادوك اللي كانوا اعلنوا الاول هم ان فيه سيارتين يعني متورطتين في الحادث وواحدة منهم بتأكدوا انها دي كانت سيارة الارهابي ستيفن بادوك ولقوا فيها نترات اامونيوم واللي بيستخدمها برضو الارهابيين لصنع المتفجرات الجديد كمان ان السيدة صادقته اللي هي اسمها دانلي اللي هي دي كان عرفنا وتأكدت الشرطة اني ما كانتش موجودة في وقت الحادث سفرت الفلبين من يوم 15 سبتمبر يعني قبل تنفيذ الواقعة او الهجوم ده باسبوعين وكمان تعرف ان هو حول 100 الف دولار لحد في الفلبين ما تعرفش مين المهم ان هو عارفه طبعا مكانها وتواصلوا معاها وركبت بالفعل ركبت من الفلبين وجات للاس انجلس امبارح بالليل وصلت والامال دلوقتي معقودة بشكل كبير جدا انه هذه الصديقة تقول معلومات وتقول حاجات كتير الشرطة منتظرة انها تعرف معلومات مهمة جدا من خلال رفيقة منفذ اعتداء لاس فيجاس اللي هي وصلت الى لس انجلس قادمة من مدينة ماليلا في الفلبين مساء امس وانه كان بينتظرها في المطار مسؤولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي الى الان انا تبعت قبل ميجي ده كان من التقرير ده كان من الابي سي نيوز اعتقد اه بالزبط كده من الابي سي نيوز عشان اشوف بيقولوا ايه عنها هما بيقولوا عنها الكلام ده فيه مقابلة اتعاملت مع اختين ليها في الفلبين وانه هنا برضو ده البيت على فكرة ده البيت بتاع بدك البيت اللي هو بيقولوا انها المفترض انها تكون عارفة معلومات لانه لقوا اسلحة كتير ولقوا مواد متفجرات ولقوا حاجات كتير وهي كانت رافقته وعيشة معها في البيت ده وسفرت يوم 15 سبتمبر يعني المفترض انها تكون ده البيت لبربعمائة الف دولار يا جماعة عندهم اكسنت جمدة فبيقولوا انه هو غالبا بعدها بعدها عن المكان عشان يقدر يخطط ويعمل الخطة بتاعته من غير ما يبقى فيه اي حاجة تتعوقوا منها وكانوا بيقولوا انه هو يعني 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 معتبرينه همما الاتنين اخوتها كانوا معتبرينه انه هو زي يعني انه حماها من حاجة معينة انه كده بعدها عن الشبهة دي البطاقة بتاعتها اللي هي في الفلبين الاي دي بتاعها بتاع الفلبين سفرت للفلبين زي ما قلت لحضراتكم يوم 15 سبتمبر وده دي بقى خلينا لو نقف الصورة دي سنة كده دي صورة كان واحد ده كان هو بيزورهم في الفلبين من سنتين تقريبا وكان حد من الاسرة بتاعتها حاطت الصورة دي على الفيسبوك طبعا ما وصلوا لكل اسرتها فدي كانت وهو بيزورهم في الفلبين وبناءا عليه الكل الاعين الان يعني تتوجه الى الترقب لما سيتم الادلاء به عن التحقيق مع صديقة ستيفن بدك لانه المفترض هنا برضو بيقولوا تعرف عليها فين ومش عارف ايه ومن امتى يعني ده كان تقرير حلو قوي التقرير ده كان يعني حاجة بسيطة قبل ما ادخل معاكو على الهواء كنت بحاول اشوف اذا كان فيه اي حاجة جديدة عن التحقيقات معاها الى الان لم يصدر الجديد في اي شيء كل ما ثابتة انه حول مئة الف دولار لمين حد في الفلبين محدش عارف مين بيعتقد انه لصديقته طبعا دونالد ترامب برضو كان ليه تعليق وهو كان رايح مبارح زي ما اتفقنا التلات كان راح لبورتريكو والنهارده هو حاليا في لاس فيجاس وهو رايح لبورتريكو كانوا ناس كانوا بتقالوه في الطيارة يا ترى انت متأق عندك فكرة اذا كان هو لي علاقة بداعش ولا لا يا ترى المسلح ده تقدر توصفه ازاي فالرئيس دونالد ترامب قال لهم انه هو مريض مجنون ده كان في الصحفيين قبل ما يغادر واشنطن متجه لبورتريكو في الطيارة بتاعته والصحفيين دايما بيكون في الصحفيين بيروحوا مع رئيس في الطيارة وبتكون فرصة انهم يسألوا الاسئلة هو قال ان انا طبعا ما اقدرش ابدا اقول انه على علاقة بداعش ولا لا لكن كل اللي اقدر اقوله ده كلام دونالد ترامب عن ستيفن بادك انه هو رجل مريض ومجنون ويعاني من العديد من المشاكل وان احنا بنتعامل مع فرض مريض للغاية هذا ما علق به دونالد ترامب زي ما قلتلكو برضو يوم الاثنين كان فيه وقفة للرئيس الامريكي دونالد ترامب وايضا مايك بانس وزوجته دونالد ترامب وميلانيا ومايك بانس وزوجته كان وقفوا دقيقة احداد في البيت الابيض على ضحايا هذا الحادث الاليم هجوم لاس فيجس الذي يعتبر اكبر هجوم في الحياة الحديثة او في هذه الاعوام يعني على الولايات المتحدة الامريكية والذي اوقع اكبر عدد من الضحايا في هجوم بالسلاح على مستوى التاريخ الحديث للولايات المتحدة الامريكية كما تمت اضاءة الشموع دي كانت وقفة دي احداد من دونالد ترامب وزوجته ومايك بانس وزوجته ايضا كان فيه شموع وضيئة في قاعة لاس فيجس تحريم لاس فيجس تكريما ايضا لضحايا اللي راحوا في هذا الحادث تسعة وخمسين الى الان فيه تقارير بتقول ان فيه من الخمسمية سبعة وعشرين فيه منهم يعني حالات حرجة لكن ربنا يمدي ايده المستشفيات الحقيقة بتعمل بتبزل اقصى مجهود اول حاجة النهاردة عملها دونالد ترامب انه نزل على المستشفى الجميع اللي في لاس فيجس علشان خاطر يشوف يزور الضحايا يزور المصابين عفوا وانه يعني زي ما انتم شايفين كان على مدى وفيه كمان اللي هو يعني زي نصب كده في المكان بتاع الهجوم بدأت الناس بتحط فيه ورود طبعا المكان ده مغلق وحواليه يعني بيحاولوا هوية الشرطة كانت اغلاقت المكان لمدة يمكن يومين وكل ده عشان طبعا التحقيقات ويعني برضو كانوا بيعلنوا امتى هيتفتح الفندق امتى هتتفتح الشوارع كان بيعتذر الشرف يعني اللي هو زي رئيس شرطة لاس فيجس للناس في التقارير الصحفية اللي كان بتتعمل يعني المؤتمرات الصحفية عن انه يعني بيقول الناس استحملونا شوية طبعا دي حادثة كبيرة فلازم بيكون فيه الشوارع المقفولة والكلام ده كله كمان من مظاهر العالم ودايما بورج ايفل في باريس بورج ايفلت وريفال في باريس دايما بيبين او في فرنسا بتكون دي وسيلة التعبير عن التضامن مع الضحايا اغلق فعلا الانوار حدادا على ضحايا لاس فيجس كل الموضوع بتاع الاسلحة وكمل اسلحة الكبير ده وزي ما قلتلكم انه كان فيه نوع من انواع السلاح اللي هو F-15 تقريبا او حاجة ففتين كده ده نوع من انواع الاسلحة اللي هو AR-15 بيقولك فيه حوالي 8 مليون قطعة منها في البلاد طبعا هذا الحادث وكل ما بيحصل حادث اطلاق نيران جماعي اللي هو بيسموه بتكون فيه بعد كل حادث من الحوادث دي تلاقي طبعا الحوار حول حيازة الاسلحة في الولايات المتحدة الامريكية هفكر حضراتكم بانه دونالد ترامب من الناس حتى فيه اثناء الحملة الانتخابية من الناس اللي مع حيازة الاسلحة وضد الديموقراطيين اللي كانوا بيحاولوا من ايام اوباما ان هو يبقى فيه تقنين للاسلحة او انه ما يكونش فيه مفتوح الدنيا بالنسبة لحيازة الاسلحة بهذا الشكل وقف قدام المواضيع دي ومحاولات الديموقراطيين الجمهوريين وقفوا بقوة ولم ينجح اوباما من انه هو يمرر قوانين تمنع حيازة الاسلحة بدأ الكل دلوقتي يتكلم على موضوع حيازة الاسلحة بداية من التقرير اللي كانت بتعرضه مسؤولة اللي المتحدثة باسم البيت الابيض وسارة ولما جوه واحد من التايمز يسألها انه احنا دلوقتي عايزين نتكلم في الموضوع ده قالت له ده مش وقته احنا دلوقتي وقت اللحمة ناس كتير قاعدت تريق عليها يعني لما يبقى فيه اطلاق نيران ودي تطلع تقول ان ده مش وقته ما الوقته امتى طبعا الرئيس لما شاف فيه هجوم شديد لما شاف فيه على كتير مناشدات دلوقتي بعد هزي هذا الكم من الاسلحة اللي قيل انه مشتريه بشكل رسمي طب كل الاسلحة دي اسلحة حرب اسلحة جيش مشتريها بشكل رسمي طبعا ده برضو اللي اكد كل الحاجات اللي شفتوها في القودة كل الحاجات اللي اتشافت عنده في الشقة الكاميرات اللي اتحطت اللي كانت موجودة اللي كان بيراقب بيها من تحت من مدخل الفندق حطاها ازاي وحطاها امتى اتخيليني جماعة انه بحو فندق يعني ريسبشن بتاع فندق كده اللابي بتاع فندق حط فيه كاميرات طب حطاها ازاي فين الدنيا طبعا يعني كل ده بيصير دلوقتي موضوع انه الامن والتفتيش في الفنادق ودخل بالاسلحة الكبيرة دي كلها ازاي القوضة يعني 23 سلاح يعني طبعا حاجة صعبة جدا المهم انه بعد الهجوم اللي حصل على المتحدثة باسم البيت الابيض وعلى موضوع انه دلوقتي الديموقراطيين بالفعل يا جماعة عاملين اجتماعات علشان خاطر موضوع منقش التاني انه منع حيازة السلاح للمواطنين الامريكيين ترامب قال انه هو يعني تعهد بانه هيناقش موضوع قوانين حيازة الاسلحة وذلك تهديئة طبعا للناس اللي كله زي ما بقولك في كل مكان في قنوات كتيرة جدا وخصوصا القنوات اللي هي مع الديموقراطيين كل موضوعاتهم وتقررهم حول حيازة الاسلحة وانا مش هدرا فهم فعلا برضو ازا كان فيه يعني فكرة انك انت من حق الامريكي انه يدفع عن نفسه عشان فيه سرق عشان فيه ايه لزم بيع الاسلحة الكبيرة دي يعني انت لو حد عايز يدفع عن نفسه من حاجة مصدس تغير لكن الاسلحة الكبيرة دي اللي بتقتل بالعشرات بهذا الشكل يعني ليه ليه تتباع اساسا حتى لو كانت الناس بتقولك ده بياخدوها يصيد وصيد ايه ماينفعش صعب جدا انه يبقى فيه حاجة اسمها ان يتباع اسلحة بهذا الشكل اسلحة فتاكة اسلحة طرقة لانها اسلحة اسكرية في حرب تلاقيها بالنسبة تشتريها عادي طب ما ده يعني هيسهل لأي حد يقوم بعمل ارهابي ما عندوش مشاكل في السلح السلح كده ابسط حاجة يعني يوصل لها طبعا هذا الحادث هو اسوأ حوادث الولايات المتحدة الامريكية على الحشود الاطلاق النار الجماعي في تاريخ ولايات المتحدة الحديث البي بي سي كانت منزلها لحضراتكم التقرير ده منذ عام الف او يعني هي الانفو جرافك منذ عام 1990 الى الان اكبر عدد كتلة في حادث هو كان طبعا حتى بصوا عاملينه 50 بلاس احنا الغد الوقت يوصل 59 الله اعلم ربنا يكون مع كل المصابين ارلاندو هو الحادث اللي كان في فلوريدا في مالها مثليين ده كان تاني واحد قبل ده اللي هو 49 كان في جامعة فرجينيا عام 2007 كان في 32 كان في ساندي هاك كينتيكت كان في 27 كان في تيكسس 23 شخص ودي عدد الوفيات دي عدد القتلة كان في سان برناردين ولو تفتكروا عام 2015 كان 14 شخص في فارت هاد في تيكسس 2009 هم مترتبين بعدد القتلة لغاية ما كولم بين اللي كان فيه كولورادو كانت عام 99 كان 13 قتل ده ميسموها اللي هم ضحايا الماسف شوتيج او القتل بالاطلاق النار الجماعي اطلاق النار على حشود اطلاق النار على حشود في الولايات المتحدة الامريكية فيه بقى طبعا يعني عايزة برضا وضح نقطة مهمة جدا انا يمكن حاولت اوضحها الحلقة اللي فاتت مش كل الناس اللي بتروح لاس فيجاس بتكون ناس شغيرة بتلعب امار مش عارف ايه الحفلات الموسيقية معروفة على مستوى الولايات المتحدة الامريكية وبالنسبة لكاليفورنيا كتير قوي بتتعامل حفلات موسيقية لفنانين ومغنيين معروفين عامل زي مثلا عمر دياب كده مايروح مثلا يغني في شرم الشيخ ففيه هنا مغنيين كتير معروفين الولايات المتحدة الامريكية اللي في كاليفورنيا كمان بالذات بتبقى حفلات الغنائية بتاعتهم في لاس فيجيس وده هتعرفوه من مشهد الضحايا الضحايا في منهم ناس في البوليس الضحايا في منهم دكاترة في منهم نيرسات في منهم بنت لسه متخرجة من سان برناردين من ريفر سايد أغلبيتهم على فكرة كانوا شباب زي الفل تاريخهم جميل متفوقين دراسيا أغلبية الضحايا دي مش كل الضحايا لتسعة وخمسين طبعا لكن تقارير كتير بدأت تجيب لكم الضحايا دول مين وظيفهم ايه في قصص طبعا عن زوج حمى زوجته من أنه أخذ النار وكانت هي تحت منه فيه زوج تاني يعني زوجته ماتت في إيده يعني حاجات كتير قصص دي السيدات اللي هم عندهم مولاد ده يعني عنده خمسة وثلاثين سنة يعني عنده زوجته عندها تنين يعني الحالات كتير زي ما انتوا شايفين يعني من شابات لست متخرجة قرأي يعني خمسة وثلاثين سنة من فيه محامية مشهورة وكانت معروفة عنها انها يعني شطرة قوي كانت في سان دييجو من سان دييجو دي برضو يعني يعني من الزوجات برضو ده يعني زي ما انتوا شايفينه بس عشان سريع مش ملاحقة انه أقرأ لحضراتكم بس دول بعض من ضحايا هذا الهجوم الضحايا دول كانوا رايحين يطبستوا رايحين واخدين أجازة طويلة شوية علشان يحضروا أغلبهم كان دي من مديرة مدرسة سكيو سكول آفس دي بنت برضو يعني من يعني معروف عنها يعني كانت لعبة وفي فرق رياضية من كاليفورنيا برضو وسط هو هنا كاتبين سبعة وخمسين وما وصله طبعا زي ما قلت لحضراتكم تسعة وخمسين وخمسين سبعة وعشرين دي برضو أعتقد يعني أن هم مش عارفة جايبين سطورتين ليه كل دي زي ما انتوا شايفين كاليفورنيا ستيت يونيفورستي أغلبية الناس يا جماعة لما حطوا التقارير عن الضحايا وقصص عن الضحايا اتضح أنه كتير منهم كتير منهم يعني من كاليفورنيا مش لاسويجا سونيفادا يعني كتير منهم كانوا رايحين علشان يحضروا دي أم لثلاث أولاد وبرضو يعني من الضحايا في هذا الحادث دي المحامية دي سان دييجو أتورني جينيفر دي محامية وكان مشهود عنها ناس كتير من اللي راحوا ضحايا في الحوادث اللي زي كده يقولك كان هم سبب السعادة في البيت وشباب طبعا كتير أعمارهم صغيرة راحوا ضحاية الحادث ده بتالي لسه البنت اللي متخرجة من ريفرسايد يعني 2015 دفعة 2015 فيه كانوا ناس برى الخدمة يعني شغالين في البوليس أو في الحربية أو كانوا برى الخدمة يعني كانوا برى الخدمة وكانوا رايحين يحضروا برضو الحفل الموسيقي كتير قوي من الناس وكتير قوي من القصص وكتير قوي من يعني أهو ده كان يعني برى خدمته من الفترين من المحاربين القدامى وكان برضو رايح يحضر الاحتفال فزي ما انتوا شايفين ان احنا طبعا يعني 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 بنقول ربنا يكون مع كل أسر الضحايا دي حادث صعب بكل المقاييس عدد كبير راحوا ضحية هذا الحادث أمهاته سابوا أطفال زوجات وسابوا أزواجهم يعني في النهاية زي ما بقول لكم انه يعني كانوا جايين يستمتعوا بآخر ليلة من مهرجان بيسموه روت نايني نايني وان هارفست ده كان اللي هو المهرجان ده اللي كان على مدى ثلاث ايام وده من أحد اللي هو جيسين ألدن وإيريك تشيرش وسام هانت دول كانوا مغنيين مشهورين يعني من اللي هم في الثلاث ايام بتاعة الحفلات الموسيقية الناس اللي راحوا في لاس فيجاس كانوا رايحين من ضواحي كاليفورنيا من ضواحي كتير من كاليفورنيا مش كلهم من لاس فيجاس وزي ما انتوا شايفين طبعا فيه برضو قصص عن بنت كلمت باباها كان عنده قسطول عربات إسعاف بسرعة راح متحرك بعربات الإسعاف فيه برضو بيقولوا حد كان قاعد في الـ برضو حد تقريبا من اللي هم عندهم خبرة في انه هم ازاي يسعفوا الناس او ازاي يم يساعدوا الناس تهرب كتير جدا من كصص بدأوا ينشروها عن زي ما بنقول اللي هم أبطال يعني أبطال كانوا في الخلال هذا الحادث اللي حصل وخلال هذا اطلاق النار ده الصعب جدا ازاي كانوا بيحاولوا يساعدوا الناس يخرجوا ازاي كانوا بينقلوا ناس في عربياتهم ازاي كانوا بيحاولوا يسعفوا الناس في مكان الحدثة لغاية ما يعني ييجو يعني يتيجي عربيات الإسعاف يعني كان بيحكوا زي ما بقول لكم عن قصص كتير جدا مش هتساحة لقيتنا ان احنا طبعا نذكر قصص لتسعة وخمسين ضحية يعني في قصص كتير قوي يعني معانا حتى ويمكن برضو قناة العربية من القنوات اللي دايما بتجيب الحاجات دي محتاجين ناخد ده كده لغاية دلوقتي برضو زي ما دايما ببقى معاكو بحاول لو في حاجة جديدة ظهرت احنا طبعا دونالد ترامب حاليا وصل من حوالي كم ساعة للاس فيجاس في الزيارة الاعتيادية اللي لازم اي رئيس بيقوم بزيارة للمكان اللي حصل فيه حادث كبير فدونالد ترامب وميلانيا اول محطة كانت في المستشفى الجامعي وهيزوروا مستشفيات تانية والمفروض ان هم برضو هيتابعوا مع المحققين وكل ده الحقيقة زي ما بقول لحضراتكم كانت لغاية دلوقتي كل المتاح اكيد هتبقى فيه معلومات والى الان الغموض حول الدافع في بعض حسنة بوهنية ده من الناس اللي هم مختصين بشؤون الجامعات الارهابية والجامعات يعني زي داعش والقعدة والحاجات ازا كده الحقيقة كان فيه تصريح لي على البي بي سي كان بيقول انه فيه تاريخ داعش لم تعلن داعش عن اي عملية ان هي المسؤولة عنها واتضح فيما بعد انها لم تقوم بها يعني هو شايف كده شايف انه في خلال هذا التاريخ القليم لداعش انه هم مش كدبين يعني الناس مش كدبة الناس بديقتل وتموت وتبهدل وتفجر لكن بالنسبة للاعلان عن انه فيه عملية ارهابية قاموا بيها قالك الى الان في هذا التاريخ لم يتم انه فيه عملية تم الاعلان عنها واتضح فيما بعد ان داعش لم تقوم بها وفي نفس الوقت يعني الترتيب والدنيا دي كلها برضو كان بيقول انها الى حد كبير يعني يعني تديكم انطباع انه ممكن تكون فعلا داعش وراها الاف بي اي نفت بشكل قاطع الى الان ايضا انه يكون فيه اي ضلوع او اي انتماء لهذا الشخص لجماعة داعش او انه التقارير اللي كانت بتقول برضو عرضت في القناة الامريكية مش احنا بس اللي قلناها انه فيه تقارير كنت بتقول انه هو اعتنق الاسلام منذ شهور كل ده ربنا يسهل ونشوف صديقته هتقول لنا ايه لكن ما زال بعد كل هذه الامور وهذه الترسانة الاسلحة الكبيرة وكل اللي تم الكشف عنه مازال الدافع الدافع مات مع ستيفن برضو خلوا بالكم النقطة يعني برضو يعني لو حبينا نحلل الدنيا شوية الاسلحة اللي كانت في بيته والدنيا دي كلها والكاميرات اللي دي كلها وانه هو يعني في اخر لحظة قبل ما يدخلوا عليه الكوات اللي هي الخاصة انتحر ده بيعني انه كان فيه توقع يمكن انه كان عنده امل انه هو يقدر يخرج ليه برضو انتحر انتحر عشان يموت الدافع معاه هل ده برضو شوية رايحة لداعش انك انت لما بيبقى حد انتحار يعني حد بيفجر نفسه في مجموعة بيدرب نار في حد وبعدين بيموت نفسه شوفنا الحاجات دي في حدس كتير حودس كتير حصلت يعني لكن ما نقدرش نجزم ابدا مستنين التقارير الرسمية اللي هيتم الاعلان عنها بشكل رسمي نأمل انهم يصلوا الى ما هو الدافع الحقيقي الذي جعل ستيفن بادك ينفذ هذه العملية اللي ينفذ لها ايام وبل ممكن تكون شهور لانه ياخد كم الاسلحة دي يطلع بيه القوضة يشوف الزاوية دي كلها 500 يارد زاوية من فوق من الدور 32 في فندق ماندلي باي كل دي حاجات لسه مجهولة هنعرفها لحضراتكم وقت ما نعرفها في الحلقات اللي جاية فاصل وهنرجع نكمل معاكو اخبارنا محبة فر سلام طول انات لط صلح ايمان وداع تعف ثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام اعطي بإيمان وانتظر حصادا وفيق وثق ان الرب سيستثمر اعطائك في امتداد ملحوتي موسيقى موسيقى نكمل معاكم مشاهدينا باي اخبار الولايات المتحدة الامريكية وبرضو دلوقتي انا لقيت انه نزلت تسجيل بترجمة عربي للكلمة بتاعة دونالد ترامب في لاس فيجس برضو نشوف زمايلي يشوفوها ويحددونا وقت منها لكن كان بالامس دونالد ترامب كان في زيارة لبورتوريكو اللي طبعا يعني تعرضت بشكل كبير لدمار شديد جدا بسبب اعصار ماريا واعصار كمان كان ارما قبلها اشهد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بعد وصوله الى بورتوريكو بالعمل الجيد اللي انجز بعد وصول الاعصار ماريا الى هذه الجزيرة الامريكية ولكنه برضو هنا بقى قلل من خطورة هذا الاعصار فكان بيتكلم عن اعصار كاترينا هو هنا جاه يقعد الاول فقال انا ما سلمتش عليكم وكلكم بدأ يسلم ونستخد معا السلفي المهم يعني انه في الكلمة اللي بدأها دونالد ترامب كان الكثيرين الحقيقة انتقدوا هذه الكلمة لانه قالك انه المفترض انه في ناس عندهم يعني شايفين ان مصيبتهم اكبر مصيبة فلما هو حاول يبين ان المصيبة بتاعتهم اقل من اللي حصل في اعصار كاترينا فقالك يعني مهما كان هم شايفين انه المصيبة بتاعتهم كبيرة ما ينفعش ابدا انك تقولهم انه انتو اللي حصل عندوكو ده اقل من اللي حصل في اعصار كاترينا فاللي هو وقع في نيو ايرليونز عام 2005 يعني قاعد يقول لهم انتم مات عندوكم كام طب انتم فاكرين في عصار كاترينا كان مات كام يعني في النهازة بقول لكم كان في ردود فعل شوية انتقدت هذا الامر يعني ترامب كان بعد ما وصل لقاعدة عسكرية بتبعد حوالي 15 كيلو متر شرق العسامة سان خوان فكان بيقول هو ده في القاعدة العسكرية دي وهذا التجمع كان بيقول طبعا كل قتيل هو رعب بحد ذاته ولكن انتم شفتوا يعني شفتوا كارسة كاترينا وازاي انه قتل مئات الاشخاص فيعني انتم بتكلموا هنا على عدد بسيط القتل عندكم برضو لو انتم شفتوا هتلاقوا يعني كان انتم عندكم 16 قتيل مقابل الالاف في عصار كاترينا والعصار ده كان اوقع اكتر من 1800 قتيل في منطقة نيو أورلينز ولكن عصار ماريا اوقع في بورتريكو 16 قتيل زي بيقول لكم كان بس يعني الكلام بيتقال انه مش مفروض كان يقارن المقارنة دي وخصوصا انه كان فيه امور كتيرة عن تأخر المساعدات اللي رايحة لهم عن انه تأخر زيارة دونالد ترامب ليهم عن حاجات كتير فيها تقصير ويعني كان فيه جوم من قبل مسؤولين في بورتريكو على دونالد ترامب فيعني ولكن هو خلاص راح زور الدنيا التقى بعض الناس في اماكن الاماكن اللي حصل فيها دمار وعدهم بانه طبعا هينقش الامر ده بانه هيكون فيه مناقشات في الكونجرس علشان خاطر يكون فيه يعني تعويضات باموال كثيرة يعني اللي حصل لهم في بورتريكو نيجي باع النوطة تانية اللي هي موضوع كوبا وانه كان حصل في استفارة الامريكية في كوبا هجوم من نوع غريب محدش عارف الهجوم ده نفت كوبا ان هي تكون وراه زي موجات معينة بتأثر على السمع بتأثر على حاجات ممكن تكون في المخ ودي طبعا موجات معينة كده كان بعض الناس بتقولك ان دي ما بتبقاش موجودة للاجهزة لزي كده غير مع الحكومات ولكن حكومة كوبا نفت ان يكون لها اي علاقة بالهجمات الصوتية اللي حصلت على موظفي السفارة الامريكية كان وقتها على طول بعد ما حصلت الهجمات دي كانت الحكومة الامريكية استدعت الناس كلها اللي كانت في السفارة في كوبا ودلوقتي حاليا بقى طردت الحكومة الامريكية 15 دبلوماسي كوبي من واشنطن وامهلت السلطات الامريكية الدبلوماسيين الكوبيين اسبوع للمغادرة ادارة الرئيس ترامب قالت ان هي هتسحب كل الموظفين الامريكيين من سفارتها في كوبا وانه ده الهجمات اثرت على 21 موظف في السفارة الامريكية تسببت الهجمات دي بحالة من فقدان السمع دوار غسيان نفت كوبا اي علاقة لها بهذه الهجمات وطبعا لكن ده كان انه سحب دبلوماسيين وادوهم امهلوهم فرصة اللي هي كانت يعني ان هم مجرد اسبوع للمغادرة كان رد فعل من كوبا انها احتج وزير خارجية كوبا على هذا الموضوع وقال لك ان هو غير مبرر ما عرفش ازاي غير مبرر وانت عندك هجوم حصل لدبلوماسيين في سفارة امريكا عندك وبتقول ان هو هجوم غير مبرر ما هو يعني طب مين اللي عمل هذا الهجوم فقال ان يعني قررت الحكومة الامريكية ان هي تطرد 15 دبلوماسي وان ده بيعتبر يعني كده هيبقى فيه قطع العلاقات وانه بيقول ان هو يعني الزريعة اللي استخدمت لتبرير هذه الخطوة لا مبرر يعني غريبة يعني ولا مبرر لهم ما عرفش برضو هو تعليقه ازاي بيقول كده يعني لما يبقى عنده دبلوماسيين في مكان في السفارة ليه في اي بلد ويتعرضوا لهجوم زي كده يعني لازم يكون فيه رد فعل طب مين اللي قام بالهجوم ده طب يعملوا اي تحيات طب يقولولهم اي حاجة لكن ده كان الحقيقة القرار اللي خدته امريكا ورد فعل كوبا فيه برضو بالنسبة لموضوع يعني برضو طبعا بالرغم من كل الاحداث اللي حصلة الحوايدس دي لكن مازال موضوع الاتفاق النووي الايراني على السطح وزير الدفاع الامريكي جامس ماتس كان بيقول انه كان بيدعم الابقاء على الاتفاق النووي مع ايران وقال ان الولايات المتحدة قادرة على التأكد من التزام ايران بالاتفاق وانه لازم الاتفاق ده نتأكد تتأكد امريكا انه بيخدم المصالح الامريكية وقال لدونالد ترامب انه ينبغي ان هو يكون يعني يبقي على هذا الاتفاق وانه هيكون فيه بحث لكل هذه الامور نيجي برضو للموضوع المستمر بالنسبة لكوريا ودونالد ترامب برضو كوريا الشمالية والاتهامات بتتهم الولايات المتحدة باعاقة التنمية ده كان اتهام جديد من كوريا الشمالية سفير كوريا الشمالية للأمم المتحدة اتهم بالامس الولايات المتحدة بالعمل على اعاقة التنمية الاقتصادية وده بسبب طبعا أنه هو أدان العقوبات المفروضة على الدول الفقيرة في محاولة لتدمير الحضارة العصرية العقوبات الاقتصادية اللي فرضتها الولايات المتحدة على الأمريكية على كوريا الشمالية على أساس أنه طبعا ردا على التجارب النووية اللي بتقوم بها كوريا الشمالية فقال سفير كوريا الشمالية في الولايات المتحدة أنه هتتحمل أمريكا ضريبة هذه العقوبات وأنه يعني هيكون في رد فعل لأنه طبعا العقوبات دي بتعوق بناء القوة الاشتراكية وفي نفس الوقت برضو كان فيه منقشة في الجماعية العامة حول أهداف الأمم المتحدة للتنمية العالمية من أجل القضاء على الفقر المتقع فهو أخذ الفرصة دي في الفعالية دي في الأمم المتحدة وأدان الولايات المتحدة الأمريكية على العقوبات اللي وجهتها نحو كوريا الشمالية بالنسبة برضو فيه جدل شوية حوله من وقت للتاني كان صعد على السطح كده شوية وبعدين هيدي تاني أنه فيه كلام متقارير إخبارية بتزعف محطات أمريكية أنه دونالد ترامب غير راضي على تيلرسن اللي هو زير خارجيته وأنه هو يعني هيفصله في قرب وقت تيلرسن كان النهاردة في مؤتمر صحفي قال أنه هو باقي في وظيفته طالما أنه هو بيحدد الأهداف اللي بيطلبها منه دونالد ترامب وأنه ما فيش أي حاجة خالص نفع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسن التسريبات الصحفية اللي اتحدثت عن نيته في تقديم الاستقالة نتيجة لعدم يعني ارتياح دونالد ترامب أو عدم رضا دونالد ترامب عنه تيلرسن قال أنه هو لم يفكر مطلقا في الاستقالة ويمؤكد التزامه بجدوى الأعمال الرئيس وأنه هو الحقيقة طالما أنه هو من اليوم الأول هناك ثقة من الرئيس دونالد ترامب فيه فبالتالي هو موجود وبيحقق وهدفه أنه يكون يعني أو يعني ما يقوم به تيلرسن بيكون مفيد لتحقيق أهداف دونالد ترامب أو الأهداف اللي هي للحكومة الأمريكية أيضا صارع دونالد ترامب للتغريد على حسابه في تويتر عقب تصريحها طبعا اللي هي الأم بي سي نيوز فقال قصة الوزير تيلرسن والنائب بانس أخبار مفبركة يجب عليهم تقديم الاعتذار بيطالب الان بي سي نيوز لأن هي اللي عرضت هذا الأمر وأن هي عملت وأن هي أطلقت فيك نيوز برضو مزيفة أخبار مزيفة وأنه المفترض أنه يعني أنه هما كده يعني بقوا يعني سابقوا سيء أنه في الأخبار المزيفة ده الكلام اللي بيقوله دونالد ترامب دونالد ترامب وفي نفس الوقت بيطالبهم طبعا أنه يعني بيطالبوهم بالاعتذار سواء تيلرسن أو سواء دونالد ترامب بيطالبوا الان بي سي لاعتذار عن هذه الأخبار المفبركة طيب أخبار الفيديو اللي بعتناه بالنسبة للكلمة بتاعة دونالد ترامب قبل ما ندخل على البحرين هل نقدر نعرض منه جزء كده؟ يعني احنا ناخد منه جزء لأنه زي بقول حضراتكم دي كان من حاجة بسيطة وهنشوف بس إيه هي يعني روح الكلمة اللي قالها دونالد ترامب بالنسبة لهذا تعليقا وهو موجود في لاس فيغاس بعد الهجوم الشديد اللي حصل في إطلاق النار تخفيف آلامهم نحيي رجال الإصعاف الذين استجابوا لأداء واجبهم ونتأسف على روحي من قتل من الرجال الشرطة إلى هذا الهجوم البغيط وأحيي عائلات الضحايا والتي حرمت من أقربهم كل أمريكي فقد زوجته وزوجه أمه أو أباه ابنه بنته نعرف جيدا أن الألم الذي تشعرون به أنتم أو نحن معكم وسنبقى دائما إلى جانبكم هنا في قسم الشرطة تتذكر أحد الأقرباء من شارلز هارتفيل الذي قتل هذا الأسبوع كان هذا الضابط هارتفيل شخصا استثنائيا كان من المحاربين القدامة وموته وفاة مأساوية لقسم الشرطة هنا ولبلدنا من الصعب علينا أن نفسر لأبنائنا مثل هذا الشر مثل هذه القساوة مثل هذه المعاناة ولكن بالطبع ما يحدد هويتنا ليس العنف أو الكراهية التي رأيناها بل ما يحدد هويتنا وشجاعتنا وحبنا والخير الذي نجده في قلوب الناس يمثل منارتنا وهذا يذكرنا بأن أرواح من فقدناهم في اطمئنان في الجنة هنا على سطح الأرض نتمتع بنعمة الأبطال الذين يحيطون بنا ورجال الشرطة وقفوا لتوجيه الناس ونجدتهم وقف ضباط الشرطة لكي يجدوا مصدر هذه أو هذا النار الذي كان يطلق على الناس لا أحد يمكن أن يصف الشجاعة التي أظهرها رجال الشرطة والأمريكيين بصفة عامة مساء الأحد وواجه الكراهية بالحب والشجاعة رأينا أبغض وأفضل ما في البشر رد الأبطال كان رائعا وأظهر الأمريكيون شجاعة لنجدة قرباء لا يعرفونهم ونود أن نحيي الأبطال الذين تدخلوا خلال تلك الليلة الفضيعة بما في ذلك رجال الشرطة ونسيما تايلر بيترسون وطانا غيرلي وآرون ستولكا المدني الضبط بيترسون كان وقمت بكل ما بوسعي وما وجدته لكي أوقف النزيف نزيفة الجرحة وصديقة آرون لازلت في المستشفى يمكن زي ما استمعتم جادين أنه ركز على طبعا تعزية للأسر أكيد وفي نفس الوقت أنه برضو بيحاول يركز على المجهودات اللي قاموا بيها بعض الضباط وبينعيهم وبيحكي عن بعض الضباط اللي كانوا راحوا ضحية هذا الحادث الإرهابي فيه برضو فكرة موضوعا أنه هو حادث إجرامي ولا إرهابي وشوية جدل كده مصار حول الموضوع ده وأنه أمريكا التعريف بتاعها إيه للحادث الإرهابي أنه برضو بيبصوا دايما بيستنوا لو هو شخصية من العرب بيبقى كده خلاص إرهابي لو هو شخص أبيض بيقولوا حادث إجرامي هيا ما بتبقاش قصة كده لكن طبعا لأنه في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية زي ما شفتوا حكاية إطلاق النيران فدايما بيكون فيه يعني اعتبار في الأول لأنه ده يعني بيعتبروا أنه ده إجرام وحادث إجرامي وأنه نتيجة لأمراض نفسية بس زي ما بيقولكم في هذا الحادث حادث لس فيجاس في حاجات كتير مختلفة عن شكل حوادث إطلاق النار للحشود اللي احنا متعودين عليها في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي في انتظار التقارير اللي مازالت مستمر للكشف عن دافع وراء هذا العمل الإجرامي الإرهابي يعني لتنين بقى أنا هقول لكم لتنين إجرامي وإرهابي في نفس الوقت من العملات الإرهابية برضو اللي حصلت النهاردة كان فيه في ليبيا مقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 في تفجيرات انتحارية كانت بمجمع المحاكم في مصراطة في ليبيا مصادر ليبيا أكدت مقتل أربعة وإصابة 15 بسبب التفجيرات الانتحارية اللي استهدفت مجمع محاكم وإنه هذا الحادث الإرهابي تم من قبل الانتحاريين دخلوا خلال محاكم خلية لداعش في مصراطة وإنه كان الإرهابيين بيحاولوا يهربوا الدواعش وده قدى الاشتباك بالأسلحة الرشاشة مع الأمن الليبي الانتحاري فجر نفسه داخل قاعة مجمع المحاكم وقد ما قدى لسقوط عدد من القتلى وإنه فيه اعتقاد أن احتمال تزيد عدد الضحايا يعني فيه واحد فجر نفسه تقريبا جوه واحد برا المهم أن هم انتحاريين نزامة بيقولوا وداعش بالطبع أعلنت مسئوليتها عن هذا الحادث فيه حادث آخر كان النهاردة برضو الصبح فيه أمام الملحقية العسكرية الأردنية في باريس دي كانت دراجة نارية أمام مبنى الملحقية العسكرية الأردنية في باريس انفجرت وكان فيه أدرار محدودة في بعض العربيات اللي كانت متوقفة أمام المبنى وإنه ما فيش أي أدرار من العاملين في الملحقية وما يعني ما تقلش يعني هل ده كان سبب عطل ولا إرهاب ولا إيقادي المنظر اللي انتوا شايفينه ما تقلش حاجة لكن كان فيه حادث في البحرين من يومين كان ذكرت لحضراتكم اللي هو كان تفجير إرهابي أصفر عن إصابة خمسة من رجال الشرطة أثناء تنمين قوات عزاء أحد يعني فعاليات العزاء والداخلية البحرانية أكدت على صفحتها الرسمية تويتر إن الجهات المختصة تباشر إجراءاتها وإنه مصدر مسئول بمزارة الخارجية السعودية كانوا بيقولوا أنه التفجير اللي وقع في العاصمة أنه قال إن فيه تفجير يعني إرهابي وقع في العاصمة البحرينية وأصفر عن إصابة عدد من رجال الشرطة وأكد المصدر موازرة المملكة العربية السعودية للشقيقة مملكة البحرين ضد هذه الأعمال الإرهابية نيجي بقى الحادث دمشق اللي احنا قلنا لحضراتكم عليه اللي كان في مركز قسم شرطة دمشق تنظيم الدولة الإسلامية علنت مسئوليتها عن الهجوم على دمشق اللي هو كان حصل منذ يومين والتنظيم قال إن فيه تلات عناصر من تبعين لي هم اللي شنوا الهجوم اللي قاودة بحياة 17 شخص داخل قسم شرطة دمشق في فرنسا كان فيه تم عثروا على قنبيلة واعتقلوا شخص وزير الداخلية الفرنسي كان قال إن السلطات عثرت على العبوة ناسفة خارج ممنى سكني في باريس وإن الشرطة نفذت اعتقلات بعد ذلك وقبضت على شخص معتنق الفكر المتطرف العبوة ناسفة اكتشفت في الحي السادس عشر بباريس مساء الجمعة وده طبعا الأمر اللي قال إن هو بيدل على إن باريس معرضة أو إن فرنسا معرضة لخطر الهجمات الإرهابية أكثر من أي وقت مضى عبدوا على الشخص ده بعد عدة اعتقلات وإن هو اللي كان وراء اللي هو الوضع هذه العبوة النسفة اللي كانت في الحي السادس عشر بباريس كمان في النهارة برضو كان خبر أعلنته وزارة الدفاع الروسية عن إصابة زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني في ضربة للطيران الروسي الدربة دي نزلت عنها بعض الصور عندنا الصور التاني عندنا فيه صور كانت المشاهد اللي هي بيدربوا فيها المكان بالضبط كده من سبات نك الدفاع الروسية نشرت فيديو إصابة زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني في ضربة للطيران الروسي لم تدلي بتصريحات عن هذا المكان أي مكان ولكن أعلنت أنه كان فيه مقتل 12 قيادي ميداني من جبهة النصرة نتيجة ضربة جوية من الطيران نفذت من الطيران الروسي وبدأت بقى بعض التقارير اللي بتحاول تقول من هو أبو محمد الجولاني ويعني هو طبعا معروف أنه هو زي ما قلت لحضراتكم منذ قليل أنه هو زعيم جبهة النصرة وبدأوا يشوفوا إيه تاريخه وأنه اتقال من قبل الدفاع الروسية أنه أصيب بإصابات خطيرة لكن جبهة النصرة منذ حالي ساعتين تلاتة كده نفت أنه يكون تعرض لأي حاجة وقالت أنه هو بخير وبيمارس مهامه في نفس الوقت فيه برضو بعض المصادر من سوريا اللي قالت أن الهجوم ده حصل في إحدى المطارات اللي معروف سيطارة جبهة النصرة عليها ده بالنسبة لهذا الخبر فيه كمان النهاردة فيه يعني تطور جديد في العلاقات السعودية الروسية زيارة الملك سلمان لموسكو وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو على رأس وفد رفيع في أول زيارة لملك سعودي إلى روسيا حطت طائرة العاهل السعودي في مطار فونقافو الدولي جنوب غرب العاصمة الروسية في مستهل الزيارة التي وصفت بالتاريخية جدول الزيارة كان أعلن عنه من قبل بيان للديوان الملكي قال فين الملك سليمان الملك سلمان عفوا هيلتقي خلال الزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عدد من قبر المسؤولين لبحث العلاقات السنائية وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين ومنقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك الملك سلمان عبر خلال جلسة مجلس الوزراء في قصر السلام عند طلعه أن تحقق زيارته لروسيا الاتحادية وبحثاته مع الرئيس فلاديمير بوتن والمسؤولين في روسيا ما يطمح له البلدين من تعزيز وتطوير العلاقات السنائية اللي هما السعودية وروسيا في كافة المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة وجهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين وزير الخارجية السعودي عادل الجبير كان وصف لقائه مع رئيس مجلس الاتحاد الروسي أنه الحقيقة بالنسبة لزيارة الملك السعودي أنها حدث تاريخي وأشدد الجبير على أن هذه الزيارة ستسهم بشكل كبير في تطوير العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات وبرضه كان بيقوم بيقال أنهم هيوقعوا أيضا اتفاقيات تجارية كبيرة أول زيارة لملك السعودية أو لملك سعودية إلى روسيا هذا الخبر من الأخبار المهمة جدا نروح من روسيا لأسبانيا وكتالونيا بالتحديد في إعلان مفاجئ الحقيقة رئيس كتالونيا أعلن أنه سيكون فيه انفصال عن أسبانيا خلال يومين لأنه سوف يعلن الانفصال في غضون أيام مواصلا تحدي الحكومة الإسبانية أما عن الخيارات التي سيلجأ إليها إذا تدخلت الحكومة الإسبانية وسيطرت على كتالونيا فقد حضر بيك ديمونت من أن ذلك سيكون خطأا سيغير كل شيء بحسب تعبيره الرد على تصريحات رئيس إقليم كتالونيا جاء من ملك إسبانيا فليب السادس الذي هاجم منظم للسفتاء معتبرا أنهم وضعوا أنفسهم خارج إطار القانون لقد انتهكت الحكومة الكتالونية المبادئ الديمقراطية لسيادة القانون وقوضت الانسجام والتعايج في المجتمع الكتالوني بل وقسمت بتصرف غير المسؤول قد يعرضون كتالونيا بل إسبانيا كلها لخطر عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي إن من مسؤولية السلطات الشرعية في الدولة أن تكفل النظام الدستوري كلمة الملك جاءت بالتزامن مع مظاهرات حاشدة شهدتها مدينة برشلون احتجاجا على عنف الشرطة الاتحادية الأحد الماضي لمنع الاستفتاء الملك نسي أن هناك 844 مصابا ولم يبده اهتماما للصور التي شاهدها الجميع والتي أظهرت عنف الشرطة دون أي عنف أو استفزاز من الشعب عادة ما تدافع الحكومة الإسبانية ولسيما الملك عن وحدة إسبانيا لكنه لا يبده تماما برأي مليونين أو ثلاثة ملايين شخص وكانت حكومة كاتالونيا أعلنت أن نحو مليونين ومئتين وستين ألف شخص أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء وأن تسعين في المئة منهم صوتوا لصالح الانفصال عن إسبانيا ما تقرير كان وافي جدا للي بيحصل حاليا لكن حاجة بس بسيطة أنه طبعا رد فعل كان رد فعل زي من كاتالونيا أن هما كانوا يعني شبه يعني حزن على أنه الملك في ليب بدل مقف معيهم اتهمهم أو يعني يعني يعتبر أن هو أدنهم وقالوا أنه ده يعني كانوا بيعتبروا أنه الملك هو اللي بيحتوي لكله وأنه بدلا من أنه هو يدعو لحوار اتهم كاتالونيا فدي كانت حاجة من الحاجات اللي هي أغضبت وزعلت يعني الناس في كاتالونيا وزير الدخلية الأسباني اتهم حكومة كاتالونيا بتحريض الشعب على الثورة حيث الشعب كان نزل في تظاهرات على اعتراض على الأداء اللي كان قامت به الشرطة الأسبانية واعتبر وزير الدخلية الأسباني أن اللي حصل ده تحريض من حكومة كاتالونيا على الثورة وأنه المفترض أنه ما كانش يوصل الأمر لكده يعني ما أدنش نفسه الحقيقة للأسف ولكنه اعتبر أنه الخطأ الأول والخطأ الجسيم هو من حكومة إقليم كاتالونيا بالرغم من أنه نهاردة كان فيه مظاهرات كثيرة جدا في الشوارع بتندد بالاستهداف اللي حصل وبالهجوم اللي حصل من الشرطة الأسبانية على الناس اللي رايحة تدلي بأصواتها اللي رايحة تدلي برأيها ده الديمقراطية فده طبعا كان ضد الديمقراطية وكان فيه إدانات عالمية على فكرة لتصرفات الحكومة لتصرفات الشرطة الأسبانية وبعض التقارير كانت من كاتالونيا بتقول أنه كل ما بدأوا يعملوا أو يكون فيه ردود فعل من هذا القبيل يعني اللي بيبان للعالم كله قد إيه أن هم غير ديمقراطيين وأنه ده بيعتبر فيه صالح إقليم كاتالونيا ده كان حاكم كاتالونيا كان علق التعليق ده أنه كل ما الحكومة الأسبانية والداخلية الأسبانية والشرطة الأسبانية تزود في الأعمال اللي هي ضد المواطنين أو في التصريحات أو في تهديدات كل ما بيصب في صالح كاتالونيا من جانب آخر على فكرة بأكد عليكم أنه الاتحاد الأوروبي يأكد بأنه في حين انفصال إعلان حكومة كاتالونيا الانفصال أو الاستقلال سوف لا تكون في الاتحاد الأوروبي وموقف كاتالونيا هيكون موقف ضعيف جدا عن موقف بريطانيا بريطانيا مشي في إجراءات رسمية جدا دستورية شرعية وفي مفاوضات بالنسبة لخروجها من الاتحاد الأوروبي لكن خروج اتحاد لو كاتالونيا أعلنت الاستقلال ده هيكون قرار بخروجها من الاتحاد الأوروبي فقرار ممكن يعود بالسلب على أقليم كاتالونيا هنشوف هو أعلن حاكم داتي أعلن أنه خلال يومين هيكون فيه الانفصال هنشوف الدنيا دي وزي ما بنقول برضو عندنا من انفصال واستقلال واستفتاء استقلال كاتالونيا إلى استفتاء اللي هو استقلال كردستان طبعا مزالت بغداد مزالت الدول التلاتة العراق وتركيا وإيران معترضين بشدة على استفتاء كردستان وبناء عليه بغداد فرضت عقوبات جديدة على كردستان العراق وبتهدد بالمزيد من العقوبات أعلن إقليم كردستان العراق عن تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في الأول من تشرين مع تحرك قيادة الإقليم للاستفادة من الاستفتاء اللي منح دعم قوي للاستقلال ردت بغداد بفرض إجراءات عقوبية جديدة ردا على الاستفتاء وهيكون فيه برضو عقوبات على البنوك الكردية وقف تحويلات العملات الأجنبية إلى المنطقة الكردية وأول حاجة كنا شفناها كان منع توقف المطارات مطار أربيل ومطار السلمانية في استقبال أي رحلات جوية وبالفعل كانت استجابة من العالم كله وحالية للمطار شبه مغلق ورفض مجلس نواب العراقي عودة نواب الأكراد إلى حضور جلسات المجلس وإنهاء قرار المقاطعة اللي اتخذوه على خلفية رفض البرلمان اللي هو رفض البرلمان قرار استفتاء كردستان العراق إذن هناك المزيد من العقوبات والمزيد من التضييق ومحاولة منع أن يكون فيه أي إجراءات رسمية بعد استفتاء أقليم كردستان اللي كان فيه 92% بيقيدوا استقلال أقليم كردستان أما العبادي بيدعو أقليم كردستان إدارة مشتركة للمناطق المتنازع عليها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حذر أقليم كردستان من الحجد العسكري في مدينة كاركوك ويقال أن أنا أحذر من إجراءات الأقليم بالتحشيد العسكري وفرض الأمر الواقع في المناطق المتنازع عليها بالقوة وبيدعو إلى إدارة المناطق المتنازع عليها إدارة مشتركة بقيادة اتحادية هنشوف برضو لأنه المناطق في كاركوك وحقول البترول والنفط دي برضو من الحاجات المهمة جدا في هذه المنطقة عشية زيارة العبادي فرنسا تتراجع عن مساع الوساطة بين بغداد وأربيل تراجعت فرنسا بالأمس عن مساع الوساطة بين بغداد وسلطات قليم كردستان وقالت أن زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لفرنسا هتركز بس على علاقات سنائية ومحاربة الإرهاب العبادي المفروض أنه هو وصل النهاردة كده يعني في باريس الزيارة بتستمر يومين وأنه كان في وعود من فرنسا بأن هي يعني تقف أو تتساعد في موضوع تخفيف التوتر بين بغداد والأقراض ولكن فرنسا أصدرت مبارح تصرحات بأن هي الزيارة هتكون فقط للعلاقات السنائية ومحاربة الإرهاب كمان النهاردة بقى كان فيه برضو زيارة تانية مهمة ما بين بالنسبة لأردغان في إيران راح دعوة من روحاني في زيارة لإيران خلوا بالكم دلوقتي المنطقة بتتغير واللعابين فيها وزي ما بنقول التحالفات بتتغير إيران شيعة ومعها سوريا جدا سوريا بتتهم أردغان وتركيا بأنهم سبب الإرهاب اللي بيحصل على أرض سوريا إيران شيعة أردغان تركيا يعني أردغان معتبر نفسه أنه هو زعيم الخلافة السنية في العالم كله يعني أو العالم الإسلامي وبالتالي كيف ستتفق الزعيمين أردغان ورحاني كيف ستتفق تركيا وإيران في هدف واحد دلوقتي هو منع انفصال كردستان لأنه انفصال كردستان العراق ده هيجيب مشاكل كتير جدا من منطقة وهيكون بداية تقسيم المنطقة وبالتالي الزيارة دي كانت مهمة جدا أهم حاجة في الزيارة دي هو طبعا ملف استفتاء انفصال إقليم كردستان ده كان في تصدر المباحثات التركية الإيرانية الرئيس رجب طيب أردغان بيزور إيران وفي مباحثات مع نظيره الإيراني حسن روحاني والمرشد الأعلى علي خامنئي أردغان في مؤتمر صحفي مشترك النهاردة قال ان إدارة إقليم شمال العراق كردستان سيكون مصيرها العزلة وانه في تصميم من تركيا وإيران على موقف هما في هذا الشأن ومن الآن فصاعدا سنتحور مع الحكومة المركزية العراقية وهذا الاستفتاء نعتبره غير شرعي على الإطلاق ده تأكيد كده من التوافق دلوقتي ما بين تركيا وإيران المختلفتين كانوا على طول الخط في سبيل الوقوف وفي سبيل أيضا أن هما هيكون في عقوبات ضد كردستان عشان يوقفوا موضوع انفصال إقليم كردستان الرئيس التركي قال أنه برضو أجندة المباحثات اللي كانت بالنسبة لتامة النهاردة ما بين رجب طيب أردغان والرئيس روحاني كانت المسألة العراقية واللي هم هيعملوا على حلها وأنه برضو موضوع التنصيق في كل الأمور أردغان برضو اعتبر الاستفتاء جرى بالتنصيق مع الاستخبارات الإسرائيلية وأنه الاستفتاء ده ما فيش أي دولة في العالم بتعترف به غير إسرائيل وأنه لما بيكون حاجة زي كده ده معناها أنه فيه كان يعني لما إسرائيل تقول حاجة زي دي ده أكيد كان فيه تباحث مع المساد وأنه ما فيش سند قانوني لهذا الاستفتاء أعلن أردغان أنه هيفرد مزيد من العقوبات على كردستان العراق وأيدت أيضا هذا الأمر إيران أما ميدانيا في اقتراب تحرير الحويجة من العراقية من قبضة داعش القوات العراقية المشتركة اقتحمت مركز قضاء الحويجة ومحافظة كاركوك عشان فعلا انتزاعه من قبضة داعش وهناك نجاحات وكان فيه بيان من الحجد الشعبي أن تحرير قضاء الحويجة بالكامل اقترب جدا وانتزاع آخر معاقل التنظيم الإجرامي بعد اقتحام المركز والمباشرة بعمليات تطهيره من عدة محاور يعني بالفعل فيه نجاحات كانت بالقوات الحجد الشعبي والقوات المشتركة العراقية فيه خبر ايضا في العراق كان حول وفاة الرئيس العراقي الصابق جلال تلباني التلفزيون الرسمي العراقي بس نبأ وفاة الرئيس العراقي الصابق جلال تلباني عن عمر يناهز 83 عام توفى في ألمانيا تلباني كان هو يعتبر الرئيس يعني اول رئيس غير عربي كان تولى رئاسة العراق عام 2005 وده كان بعد عامين من الغزو الامريكي الذي اطاعها بنظام صدام حسين بننعي طبعا الرئيس العراقي وزي ما بقولوك وكان اهمية الحقيقة يعني كان جلال تلباني ان هو اول رئيس غير عربي كان تولى رئاسة العراق من الاحداث بالنسبة لكردستان العراق والعراق نروح لموضوع المصلحة الفلسطينية ورئيس المخابرات المصرية لقيادة حماس التقى النهاردة باسماعيل هنية وكان له تصريحات بيقول فيها انه سيسجل التاريخ بيقول كده الحماس انكم وحدتم الفلسطينيين جدل كثير حول هذا الامر ولكن الواقع الان انه كانت هناك وساطة كبيرة من قبل الحكومة المصرية والمخابرات المصرية وده ظهر في زيارة وزير المخابرات المصرية خالد فوزي لقيادة حركة المقاومة الاسلامية حماس زار غزة وانه اكد على ان التاريخ سيسجل انكم وحدتم الشعب الفلسطيني وده كانت في كلمة مقتضبة لخالد فوزي رئيس وزير المخابرات المصرية وهذا اللقاء عقده مع رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية بحضور قيادة حركة حماس في مكتب الحركة بمدينة غزة عبر وزير المخابرات المصرية خالد فوزي عن ساعته لفرحة الشارع الفلسطيني بانهاء الانقسام الفلسطيني واتمام المصالحة الفلسطينية وقال نحن بانتظاركم في الايام المقبلة في القاهرة ونحن متأكدين انكم ستفعلونها بالاشارة لاتمام المصالحة غادر فوزي قطاع غزة عقب هذا اللقاء مختتما زيارة قصيرة التقى خلالها بالحكومة الفلسطينية ايضا برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله وقيادة حركة حماس خطوة فعلا يعني مهمة جدا في التمهيد لحل القضية الفلسطينية ولكن هل رئيس الوزراء الاسرائيلي يعني مسعيد بهذه الخطوة الحقيقة انه نتنياهو كان ليه تصريح وبيحط شروط لاسرائيل على المصالحة الفلسطينية رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو قال تعقيبا على المصالحة الفلسطينية ان بلاده تتوقع من كل من يتحدث عن عملية سلام ان يعترف اولا بدولة اسرائيل وان يعترف بالدولة اليهودية اضاف نتنياهو ان بلاده لن تقبل بمسامات مصالحة كاذبة وانه الطرف الفلسطيني بيتصالح على حساب وجودنا تابع نتنياهو بان من يريد ان يقوم بمثل هذه المصالحة فانه يعني لازم فهمنا للمصالحة دي بسيط جدا اعترفوا اولا بدولة اسرائيل كوموا بحل الجناح العسكري لحركة حماس اطاعوا العلاقات مع ايران التي تدعو الى ابادتنا غير كده مش هينفع ان تستكمل الخطوات القادمة لان زيان بقولكم الخطوة دي كانت هي اول خطوة في الطريق اللي هو الصلح الفلسطيني صلح حماس مع الحكومة الفلسطينية وشوفنا طبعا متسليم غزة وكل ده طبعا كان جميل جدا لكن ده كان رد فعل نتنياهو طبعا في اعتراض كبير جدا على رد فعل نتنياهو انه مش مفترض هو ملوش دعوة بدشأن داخلي فلسطيني وانه مش من حقه انه يوملي ايض شروط وانه المفترض انه مصر وصلت في هذه المصالحة وانه برضو ايضا كانت الولايات المتحدة الامريكية بتسعى انه يكون في يعني بعد هذه المصالحة بقى الخطوات التانية لحل الدولتين فهنشوف الفترة اللي جاية طبعا ردود فعل بقى غاضبة في الشارع المصري او في جدل في الشارع المصري ما بين اللي مؤيد لهذه الخطوة وانه دور مصر في الحل المضادة وما بين طبعا اللي هم في ايه ازاي مصر بتقعد مع اسماعيل هنية ازاي عمر قديب راح هناك وقابل اسماعيل هنية وعمل برنامج وخلاص كده حماس لليها علاقة بأعمال ارهابية حصلت في مصر ولا ليها علاقة بأي حاجة ولا انه طيب ده احنا الرئيس المحامد مرسي المعزول ده بيتحاكم اساسا بالتخابر مع حماس اللي هو قضية الهروب من السجن كل دي مش كانت حماس ضليعة فيها مش اعمال ارهابية كتير حصلت ضد قواتنا المسلحة كان اتضح ان حماس هي اللي وراها فإيه اللي بيحصل دي كانت لغاية دلوقتي انه طب هي حماس كويسة ولا مش كويسة طب هي حماس ارهابية ولا مش ارهابية كل دي كانت تساؤلات على مواقع تواصل اجتماعي بالنسبة للجتل اللي حول المصالحة الفلسطينية وكان ترند المصالحة الفلسطينية في وقت طويل وكانوا ناس كتير قوي اتكلمت على مواقع تواصل اجتماعي وهشتاج سموه المصالحة الفلسطينية وانه حركة فتح وحماس اتفقوا انه سلاح حماس لن يستخدم داخليا وانه هيكون في حل لملف الموظفين وده من خلال الاجتماع اللي هيكون في القاهرة مطلع الاسبوع المقبل في النهاية على فكرة نتمنى تتحل مشاكل الشعب في غزة الناس هناك متبهدلين مفيش كهرباء حصل تقليص للمرتبات فيه ناس موظفين مش بتصرف لهم مرتبات فالملفات دي كلها يبحثوها لحركتين حماس وفتح في القاهرة يوم السلساء المقبل ان شاء الله بغض النظر بقى عن الامور الداخلية في مصر وانه موضوع حماس ارهابية ولا لأ واسماعيل هنية بيرد على اتهام حماس بتوردها في عمليات ارهابية في سيناء انه اسماعيل هنية قال انه هو لما التقى مع عمر قديب كان قال انه ان مصر انه يعني حماس ما بتتدخلش في الشأن الداخلي المصري وانه احنا مش ممكن نتسطر على اي عناصر متطرفة وان الامن المصري القومي امر مهم جدا للامة العربية بواجه نعام وللقضية الفلسطينية على جهة الخصوص واكد ان حماس رسخت علاقة استراتيجية مع مصر في البعد الامني والسياسي بخلاف ان اجهزة الامن في قطاع غزة بتقوم باجراءات امنية الرصد المتطرفين هنشوف يعني قال كمان ان احنا لا نريد لمصر الا كل الخير ولا يمكن ان يأتي لمصر من غزة الا كل خير فنحن جزء من الامن القومي المصري حماس اصبحت جزء بتصريحات اسماعيل هنية من الامن القومي المصري يا مساحل هنشوف الدنيا تبقى فيها اين فترة اللي جاية يعني يمكن برضو انا حاسة ان احنا بس كده يعني ممكن نكتفي بهذا القادر من الاخبار العالمية واخبار يعني عندنا شوية حاجات تانية لكن خلينا نروح الحقيقة يعني لاخبار مصر علشان خاطر ونقول لكم بقية الاخبار بالنسبة لتركيا وسوريا وبعض الامور التانية الحلقة الجاية ان شاء الله فمصر في دلوقتي في انا في منطقة القصير بالتحديد انتشار لحمة اسمها حم الدنك ده اللي بيتقال الحقيقة من خلال ناس هناك قلقانة وزارة الصحة كان بيقول انها اعلنت عن وفاة طفلة مصرية بمرض حم الدنك بمحافظة البحر الاحمر في مدينة القصير والطفلة عمرها تسع سنوات والنهاية تنقلت لمستشفى انا وشقيقة طفلة قال انها تعرضت لارتفاع شديد في درجة الحرارة وتعرضت لنزيف مستمر ادى الى وفاتها وهي دي يا جماعة مراحل حم الدنك وبيقولوا انها بتتنقل عن طريق بعوضة وانه كان فيه دلوقتي بعد طبعا من ناس قلقانة كان فيه تقارير من وزارة الصحة يعني بانها هتقاوم هذه البعوضة فالمراحل اللي انتوا شايفينها دي اللي هي المراحل الاولية زي ما انتوا شايفين بالنسبة لانه بيكون فيه صداع نزيف من الانف والفم بيكون فيه دم بيتجمع في العدلات بيكون فيه تقيق طفح جلدي بيكون فيه اسهال المهم دي المراحل اللي هي يعني الاولية المراحل الحارجة بقى انه بيحصل انخفات في ضغط الدم صعوبة في التنفس انتفاخ في البطن نزيف نزف هضمي والمرحلة الشفاء بيكون انه بتبتدي بقى كل الحاجات دي تتغير على مستوى يعني ان احنا يبقى فيه وعي بيبقى فيه يعني شوية حاجات كده يعني المفروض ان هي يعني اجراءات وقائية بتتعمل وفيه كمان اجراءات في العلاج منظمة الصحة العالمية كانت قد نشرت في احدى دورتها تعريف لحمة دنك وقالت ان هي عدوة فيروسية بتنتقل للانسان عن طريق لدغة بعودة انسا من جنس الزعجة مصابة بالعدوة وفيروس حمة دنك اربع انماط يعني وجايبين اسماءهم بالانجليش يعني dn1 وdn2 و3 و4 والاعراض المرض بتظهر خلال فترة تتراوح بين 3 ايام و14 يوم وبعد اللدغة المعدية وأن الحمى دي بتشبه في أعراضها الأولية زي مرض الإنفلوانزة بتصيب الردع صغار الأطفال والبالغين وملهاش علاج محدد منظمات حقوق يعني ده عفوا ده كده بالنسبة للموضوع ده زي ما قلت لكم أنه كان فيه تطمأنة من أنه هيكون فيه مقاومة للبعوضة دي ناس كتير بعتلنا أنه هم قلقانين جدا هنحاول إن شاء الله من خلال يعني برنامجنا برضو نشوف الأمور وصلت لغاية إيه في الحلقة اللي جاية عشان نطمن الناس اللي بعتلنا رسال كتير قلقانين من الموضوع ده نيجي بقى الموضوع التاني موضوع رفع العلم بتاع المسليين في إحدى الحفلات وكان فيه استمرار للقبض على مسليين فمنظمات حقوقية في مصر وأيضا محلية ودولية طلبت السلطات المصرية بالتوقف عن القبض عن مسلية الجنسية وإطلاق المقبود عليهم المطالبة دي جاءت إحنا عندنا فيديو تقرير بتالي من بي بي سي لو بس نقدر نجهزه المهم إن المطالبة دي جاءت على خلفية طبعا حضور حفل الفرقة المسلقية كانت رفع فيها العلم اللي بيرمز للمسليين النيابة أمن الدولة أبضت على مجموعة من المتهمين وبعد أتنين وبعد كده أبضت على ناس تاني وبدأ حبسهم 15 يوم والنيابة بتحقق وإنه الموضوع ده طبعا أصار ردود فعل كتير قوي في هذا يعني حول هذا الأمر وكان برضو في ناس حاولوا إن هما يعني دفع عنهم والفكرة هنا برضو تساؤل هل مصر دولة دينية أم دولة دولة قانون وإنه إيه الإجراءات القانونية في مصر يعني اللي هي على أساسها بيتم القبض عليهم طب التهمة اللي بتتبت يعني هل فيه تهمة زي كده إن هما مسليين حاجات كتير قوي لو التقرير جاهز قلولي زميلي التقرير جاهز كان مفروض فيه تقرير من بي بي سي حول هذا الأمر طيب يعني التقرير يمكن حقيقة كان بيعرض إنه يعني إنه كان فيه أمور كتيرة في الموضوع ده مهمة جدا الجدل اللي بيصار حول هذا الأمر زي ما بقول لكم نيابة أبن الدولة العليا كانت أمرت بحبس شاب أقول لكم يلقبض عليه برضو في دميات لمدة 15 اليوم على زمة التحقيقات برضو في قضية رفع أعلام المسليين بحفل التجمع الخامس اللي كان من خمس تيام وبرضو فيه تحقيقات مع فتاة كانت في نفس القضية وإنه نيابة وجهت الاتهام بقى اللي بيتهموه للناس اللي اتقبض عليهم إنهما فسك وفجور وانضمام لجماعة أسست على يعني نهاية جماعة أسست على خلاف القانون وتهدف إلى نشر الفسق والفجور فيعني ده اللي كانوا بيقولوه ويعني عموما زي ما بقول لحضراتكم إنه يعني الموضوع ده موضوع أعتقد إنه هنشوف هيوصل لإيه في الفترة اللي جاي كان فيه تقرير وهو جماعة من بي بي سي أول واحد طيب الفايل ما فتحش معنا معليش طيب فعموما يعني زي ما بقولوكو هنشوف فيه حاجة تاني برضو انتشرت على المواقع التواصل الاجتماع يعني انتوا عارفين اللي بحب برضو عشان اللي مش متابعين مواقع التواصل الاجتماعي يعرفوا الناس بتعرف إيه أو بتتكلم فيه عن مواقع التواصل الاجتماع الفنانة حنان تورك كانت يعني مش عارفة كانت في إطار إيه يعني اتكلمت عن إنه الأقباط أهل زمة وإن المسيحيين في زمتها يعني هي كمسلمة يعني فطبعا ده أصار ردود فعل كبيرة جدا وردود فعل غاطبة وبتأت ناس كتيرة قوي تتدور بقى على تاريخ منق تاريخ حنان تورك ومش عارف إيه والكلام اللي زي كده فإلا حصل إنه ناس كتير اتضيقت إيه اللي أنت بتقولي ده يعني أنت عايزة مثلا يعني حد من الناس كان فيه يعني علمانية اسمها هاجر من الجزائر كانت كتبت لها لتلا يعني أنت عايزة إنه يكون حد زي زي الدكتور العالمي الدكتور مجزي عقوب يكون في زمتك طب إزاي يعني ومفيش حاجة اسمها زمة حد إحنا كلنا مواطنين الكلام ده كان زمان مفيش حاجة اسمها إنه وكان فكرة نصارى ومش نصارى والكلام ده كله مونة عامر هاجمت الحقيقة التصريحات اللي قدلت بها حنان تورك وكانت بتتكلم بتقول لها يعني أهل زمة إيه وإيه اللي اللي أنت بتقوليه ده من حوار يعني لا يرقى إلى إنه يتقل علي غبي إيه أنتو في إيه ناسين التاريخ إنه المسيحيين هم أصل البلد وحاجات كده يعني طبعا في النهاية في ناس تانية برضو قلت لك يا جماعة أنتو بتردوا على حنان تورك ليه أساسا يعني ما هي تقول اللي هي عايزة تقوله والناس برضو فهم غلط والقصة اللي أنا كنت بقولها مع الأستاذ لطيف شاكر موضوع أنه الناس فهمة برضو ما فيش فايدة فيه ناس للأسف الشديد مفروض أنهم مثقفين بيقولوا برضو أن إحنا نصارى إحنا مش نصارى إحنا مسيحيين وما فيش حد ما فيش حاجة اسمها زمية والمسيحيين والمسلمين في مصر المصريين مواطنين ليهم نفس الحقوق وعليهم نفس الوجبات فما فيش خالص كلمة أن حد في زمة حد وأن دا انتهاك للقانون وكل دا ردود كتيرة أو إحنا بس يمكن نختارنا لكم هذا الرد كان فيه برضو حاجة تانية كان فيه في جامعة في كلية التجارة كان فيه حفل خطوبة للطالب علاء والطالبة مرفت من كلية التجارة والطالبة مرفت من كلية الحقوق وده كان في جامعة الطنطة فعميد الكلية وإزاي بقى يبقى فيه حضن في الجامعة كده وإزاي الأصحاب راح محولهم كلهم للتحقيق في بعض الناس كانت بتقولوا كانوا بيقولوا أنه هو يعني وقفهم من حضور الكلية أو يعني أخذ قرار صارم أكتر ولكن يعني ما علينا برضو دا كان عليه ردود فعل كتير قوي وكان برضو الطالب دا طلع في لقاء تلفزيوني مع ويل الإبراشي وإنه يعني زي ما بقول لكم الموضوع أثار برضو جدل كتير على مواقع التواصل الاجتماعي ويعني معرفناش بصل لإيه لكن كان فيه إدانة لأنه لموضوع يعني اللي هو يعني جامعة الطنطة يعني رئيس الجامعة بإنه يعني إزاي يكون فيه حاجة زي كده كان فيه برضو حاجة برضو كده مدير مدرسة قصر صبع تلميذ ابتدائي خاف من معلم بداء ملتحي والد الطالب قال أن مدير مدرسة الشهيد محمد العسكري الابتدائية بقرية كومة ضبع التابعة لمركز الباجور اسمه ماهر رجب السيد الحج أصاب ابنه عبدالله محمد عبدالله سعد مقيم بقرية كومة ضبع طالب بالصف السادس الابتدائي قصر له صبع الإبهام باليد اليسرى وتورم وكدمات وسحجات أو يعني كان فيه نتيجة صعبة جدا تعدي عليه بالضرب بعصع والكيس الطالب كان خايف من أحد المدرسين الملتحين فلما شافه المدير خايف بالشكل ده راح معتدي عليه وكسر له صبعه طبعا يعني والده قال هو مدير بنك التنمية والاقتمان الزراعي بيقول أنه هو يعني لما شاف أخوه بقى ليه أخ تاني توقم لما شاف أخوه بيتضرب وصيب بنهيار عصبي وظل يصرخ داخل المدرسة وأنه لن يترك حق ابنه ده الأستاذ محمد عبدالله طبعا حاجة وأداء غريب جدا وأساسا عنف بسبب إيه افرض أنه ده طفل خايف من أي حاجة أنا ما فيش فايدة في المدارس وما فيش فايدة من العنف ده كلام صعب جدا فيه برضو بلاخ بيتهم حمدين صباحي بأنه أهان رئيس الجمهورية وفيه برضو كلام عن الفيديو ده والمحامي اللي تقدم ببلاغ هو المحامي طارق محمود بلاغ ضد حمدين صباحي بأنه التهمة اللي وجهت الحمدين صباحي هي إهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة وكان برضو بيقوله أنه ده الفيديو اللي كان فيه بيؤكد هذا الاتهام فيه برضو الأعلى للإعلام بيبحث مع المفتي تنقية التراث الإسلامي وده طبعا بعد الفتاوة كتيرة اللي كانت الفترة اللي فاتت عن نكاح المرأة المتوفى وعن نكاح البهائم هادي برضو كانت من الحاجات المهمة فيه برضو كان النقاب يا جماعة واللي بنقوله عن النقاب كان فيه وقعة أن فيه شاب مصري علشان يشوف البنت اللي بيحبها راح للمنزل بتاعهم وهو لابس النقاب وده كان فيه إحدى قرى مركز فقوس الأهل كشفوا الموضوع انهالوا عليه بالضرب وسلموا للأمن هما بيقالوا أنه أطلق صراحه النهاردة لكن عموما يعني قصة النقاب وأنه ورا النقاب بتحصل حاجات كتيرة جدا و14 نوفمبر هتكون نظر أولى جلسات دعوة تطالب بمنع ارتداء النقاب نهائيا في مصر وحنا عارفين طبعا أنه احنا في فيينا كان فيه تطبيق من يوم الحد اللي فات وغرامة للي يلبس النقاب النهاردة زي ما قلتلكم الرئيس السيسي وضع إكليل الزهور على القبر الجدي المجهول وقبري ناصر وزعيم الراحل عبد الناصر وزعيم الراحل السادات في الزكرة الاربعة واربعين لحرب أكتوبر وطبعا يعني كانت مشرفة جدا حتى يعني في المسيرة اللي كانت الرئيس السيسي وخطواته وكل ده كان فيه إشادة كبيرة جدا وده كان في إطار الهدفالات بالذكرى الرابعة والاربعين لحرب أكتوبر المجيد حاجة تانية برضو فعالية تانية وقام بها الرئيس السيسي أنه التقى بباتريارك الروم الأورسزوكس وكان بيقول يجب تدعيم جهود التصدي للتطرف لو بممكن بسرعة كده الجرائد اللي معنا نعرضها في الوقت البسيط جدا متبقي لنا كم جرنان كده لو معنا طيب جريدة اليوم السابع 12 وزير يطلبون حضور مباراة مصر والقنغة وفي برج العرب الرئيس السيسي روح أكتوبر سلحنا للتنمية وموجهة أعداء الحياة يوم الأحد حسم بواقي معركة الانتخابات لجان النواب مقتل 3 وإصابة 41 في تفجير المجمع المحاكم عندنا 44 عام مع المعجزة معجزة نصر أكتوبر وشهيد يسلم شهيد وانتصار يولد انتصار فيه برضو حاجات يعني ده ملف خاص فاتحينه اليوم السابع في خلال شهر أكتوبر بتكون فيه طبعا حاجات كتيرة جدا بنتذكر فيها ذكريات جميرة لأكتوبر جريدة تانية معنا جريدة الوافد انتصار تاريخي للدبلوماسية المصرية حكومة الوفاق تعقد أول اجتماع ده بالنسبة طبعا للمصالحة الفلسطينية وكان برضو هي مش باينة قوي احنا برضو كان عندنا حاجة ليها علاقة على فكرة برشاوة وحاجة ليها علاقة بضبط ضباط ومواضيع عليها علاقة برضو بأمور يعني فيها هروين وحاجات كده جريدة الأخبار الرئيس للأمة يجب أن نكون جميعا على قلب رجل واحد حول الوطن نستلهم روح اكتوبر وعبقرياته لتحقيق التنمية والمزيد من الانتصارات ده من خلال الكلمة المتلفزة اللي تزعت النهاردة في احتفالات ناصر اكتوبر وبرضو بابا الفاتيكان برضو الفعلية اللي احنا قلناها لحضراتكم بشكركم مشاهدين على متابعتنا المزيد هيكون معانا ان شاء الله يوم الجمعة ومورها الأحداث اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة